موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب الأهلي هكون مع حضركم النهاردة علشان نتكلم في كل ما يخص النادي الأهلي والمعسكر اللي كان في أسبانيا واللي كنا موجودين مع الفريق لمدة عشر أيام يعني بصراحة كل حاجة كانت على أعلى مستوى لكن قبل ما أتكلم على معسكر النادي الأهلي وقبل ما أخوط في الكواليس وقبل ما أتكلم على كل الصغيرة وكبيرة وكل المواقف اللي مرينا بيها واللقاءات الودية أكيد في الجزء تاني هيكون معايا نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن أسامة حصني علشان نتكلم معايا ونستفيد من خبراته كلاعب دولي ولاعب النادي الأهلي عن وجوده في معسكرات لفترات طويلة وإزاي لاعب كرة القدم بيستفيد من المعسكرات وأيضا هنتكلم على مباراة الأهلي والمقارون العرب القادمة إن شاء الله هنتكلم أيضا على بطولة الأمم الأفريقية في آخر الحلقة لكن قبل ما أبدأ زي ما قلت لحضراتكم بنبارك لمنتخب الجزائر الشقيق على فوزه ببطولة الأمم الأفريقية للمرة التانية في تاريخه لكن إنجاز الدولة المصرية إنجاز مصر في التنظيم الرائع في أقل من أربع شهور ده الحدث الأبرز بالنسبة لي حدث الأبرز والمهم لشعب مصر لازم نعيش وناخد بالنا كويس قوي إن مصر عملت إنجاز محدش هيعرف يكرره بعديك والحد يعني حاول يعمله قبليك أربع شهور فقط مصر تسلمت الراية أول تصريح بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية بعدما أخفقت الكاميرون في التنظيم وبالتالي مصر والدولة المصرية اللي تم إسنادها لهذا الحدث المهم عالمياً وأفريقياً أعتقد إن مصر نكحت فيه بشكل كبير من الآخر إنجاز الجزائر هو إنجاز كبير يستحق الفوز يستحق كأس الأمم الأفريقية لكن مصر تستحق الإشادة الأكبر ومصر دايماً تستحق إن إحنا نعظم الحدث أكبر من حدث فوز الجزائر بالبطولة مع كامل الاحترام والتقدير لدولة الجزائر الشقيقة العربية اللي إحنا أكيد بنتمنى دايماً لها التوفيق أياً كان الكلام اللي بيقال أو أياً كان التصريحات اللي تتقال لكن تظل الجزائر هي دولة عربية شقيقة مثلها مثل تونس مثلها مثل المغرب لتمنى دايماً لهم التوفيق وخصوصاً لو على أرض مصر الحبيبة فأخيراً علشان أقفل الملف ده ولما أرجع له أرجع له فنياً مع الكابتن أسامة حسني لكن مصر ببارك لها وببارك له الدولة المصرية سيدة الرئيس سيدة طبعاً رئيسة الوزراءة الدكتور مصطفى مدبولي وأيضاً سيدة الدكتور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بهنيهم على الإنجاز بهنيهم على اللي حصل أن في أربع شهور عرفت تتنظم أكبر بطولة في أفريقيا وأعتقد أن مش بس الإعلام المصري والصحافة المصرية هم اللي أشادوا بيها لا ده العالم كله أشاد بكل شيء حفل افتتاح بنية تحتية حفل ختام ملاعب على أعلى مستوى تنظيم كل شيء أعتقد أنه كان منظم بشكل رائع جداً بشكر اللجنة المنظمة والكابتن محمد فضل على المجهودات الرائعة بشكر أيضاً كل المتطوعين في كل الملاعب وكل المرافقين للمنتخبات العربية والأفريقية على المجهود المتطوعين اللي مأخدوش ولا مليم نظير مساعدتهم لاللجنة المنظمة في البطولة علشان اسم مصر وعلشان يخرجوا من البطولة أكيد عندهم خبرات وأكيد اسمهم وأكيد التجربة اللي مروا بيها دي مش هتعدي عليهم بالسهل هتفدهم كتير جداً جداً في حياتهم العملية بشكل كبير وبالتالي بشكر كل المتطوعين بشكر الصحفيين اللي كانوا دايماً حرصين أنهم يغطوا كل المباريات سواء منتخب مصر أو المنتخبات الأفريقية أو المنتخبات العربية بشكر كل الإعلام المصري اللي عرف يغطي البطولة بشكل محترم وشكل يليق بالكرة المصرية وأيضاً دولة مصر بشكل عام نادي الأهلي أكيد خلاص أفلنا الملف الأفريقي والبطولة الأفريقية وجزائر هي بطلة أفريقيا 2019 واللي أقيمت في مصر لكن النادي الأهلي خلاص إلى الموسم الماضي والموسم الحالي هو موسم في مرحلتين مرحلة ما قبل أمم أفريقيا ومرحلة ما بعد أمم أفريقيا إن شاء الله يوم الأربع النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جداً جداً أمام نادي المقاولون العرب إن شاء الله تكون هي دي مباراة التتويج بلقب الدوري العام نادي الأهلي عنده دايماً بطلتين عنده بطولة الدوري المصري الممتاز وعنده بطولة القمة مباراة الأهلي والزمالك هي قمة قمة في الاحترام قمة في الأدب قمة في السلوكيات قمة في الأخلاقيات وقمة في الفنيات الأحسن دايما هو اللي بيفوز التنافس فيها وليست خصومة فرقين عندهم عسامة على أعلى مستوى الجهاز الفني أكيد على أعلى مستوى بالتالي نتمناه إن شاء الله أنها تكون قمة محترمة طليق بيئة الكرة المصرية كلام طبعا سابق لأوله لكن هما دول المطشين المتبقيين لازم أتكلم ودي كل واحد حقه نادي المؤلين العرب واحد من الأندية اللي عرف يعمل موسيق محترم جدا مع كابتن عماد النحاس عرف أيضا يوصل لمرحلة متقدمة جدا في جدول الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك مباراة قمة ومحدش يختلف عليها لا فنيا ولا نفسيا مباراة بأي كان أو أي كان إيه نتيجة اللي هتكون قبل مباراة الأهل والزمالك تعتبر مباراة الأهل والزمالك مباراة مطولة لوحدها زي ما حضراتكم شايفين ساعات كتيرة جدا الأهل كان داما بيفوز بمطولة الدوري العام قبل مباراة للأهل والزمالك لكن تتبقى مباراة للأهل والزمالك عند الجمهورين مباراة لها قمة خاصة لها طابع خاص ولها مذاق مختلف تماما إن شاء الله نتكلم سريعا على معسكر أسبانيا بقى ونطمن كل جمهور الأهل على المعسكر ونحكي لحضراتكم الكواليس المعسكر بدأ يوم السبت يوم ستة سبعة ستة يوليو 2019 توجهت البعثة من مطار القاهرة إلى مطار اللي كانت في أسبانيا كل شيء كان مجهز كل شيء كان على أعلى مستوى وصلنا المطار المسافة من المطار إلى معسكر وفندق الفريق أعتقد كان حوالي خمسين دقيقة بيالوتوبيس صراحة الفندق كان على أعلى مستوى الفندق حاجة طريق بالنادي الأهلي فندق خمس نجوم إقامة على أعلى مستوى لعبين طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل لعب بيكون حريص على إنه يكون مع يعني بيختار اللعب الآخر فدي بيكون حضراتكم عارفين بقى كل واحد بيستراح معميم أو كل واحد بيحب إنه يكون موجود معميم فكانت ثنائيات دماء خفيف ثنائيات كلها تركيز بالمناسبة ده اللي احنا هنتكلم عليه مع كابتن أسامة حسني المعسكرات بتقرب اللعبة جدا من بعض المعسكرات بتخلي اللعبة وجات نظرها قريبة جدا من بعض في الملعب فكرهم قريب من بعض بتجمعهم لعب كرة القدم بيقعد مع زميله وبيقعد مع الجهاز الفني وبيقعد مع فرقته أكتر ما بيقعد مع أهله في البيت وبالتالي مدى الود والصداقة والحب اللي بيخلقها المعسكرات دي أكيد لعب كرة القدم بيكون حسس بيها وبالتالي زي ما بقول حضراتكم غرف النوم على أعلى مستوى الأكل كان كله على أعلى مستوى نظام غذائي جايت جدا أعتقد أن مستر مارتن لساتي والكابتن سرد الحفيز والجهاز الفني والإداري كله كان حريص إنه يختار الأكل ويختار نوعية الأكل ويختار جراعات الأكل اللي تبقى موجودة والدكتور خالد طبعا كان حريص جدا أن هو يبقى عارف إيه اللي يكون موجود في الفطار وإيه اللي يكون موجود في الغداء وإيه اللي يكون موجود في العشاء الفطار كان الساعة 8 الصبح بنتاجه بعدها إلى التدريبات اللعيبة بيكون موجودة على الفطار بلبس التدريب الخاص بيها بتنتقل بعد كده للتدريب مباشرة بنرجع بيبقى فيه شوية وقت بسيط جدا لبعض اللعيبة اللي عايزة تعمل استرخاء اللي عايزة تنزل حمام السباحة اللي عايزة تنزل الجاكوزي اللي عايزة تنزل الإسفا بعدها بيكون فيه تجمع على الغداء زي ما بقول لحضراتكم كل حاجة محطوطة للنادي الأهلي فقط في القاعة الخاصة بالنادي الأهلي فقط تلزم النادي الأهلي الجرعات الغذائية نوعية الأكل الزيوت التفاصيل الصغيرة جدا جدا اللي حضراتكم ممكن ما تصدقهاش أو ممكن ما تبقوش عارفين عنها الكتير لكن كل شيء محسوب بشكل محترم جدا اللقاءات الودية تلت لقاءات ودية التدرج من المستوى من الأضعف للأقوى للأقوى وبالتالي كمان الإطمئنان على كل حالة اللاعبين سواء اللي هان شاء الله يكونوا جاهزين للقاء المقاولون العرب أو حتى اللعيبة اللي تجهز للموسم القادم زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي مسافر بالفول تيم مع هذا اللعيبة الدولية الفول تيم بنتكلم على إن اللعيبة الجهزة واللعيبة حتى الجهزة ومش متاحة لمباراة المقاولين موجودة يعني حسين السيد موجود مؤمن زكريا موجود عمار حمدي موجود كله كان موجود وحريص على إنه يكون متواجد علشان الروح تبقى واحدة والدليل على كلامي عودة الدوليين لعدد أيام قليل جدا جدا طيب إيه السبب؟ هل في حد فكر إيه السبب؟ إن الدوليين يكونوا موجودين ييجوا السبت يعودوا لحد والاتنين ويمشوا التلات ممكن حد يقول لاش تسمى أن الدوليين يكونوا موجودين وأنا أعتقد أن الفترة لو كانوا موجودين في القاهرة وبدأوا أنهم يتمرنوا ممكن يكون ده أفضل لهم أقول لحضرتك لأ مع كامل الإحترام لك لكن وجود الدوليين بوست زميلهم بعد الروح السلبية اللي مروا بيها خلال وجودهم مع منتخب مصر كان مهم جدا جدا يكونوا موجودين في المعسكر حتى لو عدد أيام قليلة جدا علشان يخشوا في الأجواء الإيجابية الأجواء التي تؤهلوا من شاء الله للفوز ببطولة الدوري العام المصري هذا الموسم بطولة صعبة جدا وموسم طويل نادي الأهلي تبدأ الموسم بمؤجلات بطولة أفريقيا وبالتالي كان فيه يعني تقدم وتراجع مش تراجع بسبب النتاج لا تراجع بسبب تأجيل المباريات وعدم الانتظام في بطولة الدوري المصري الممتاز عشان كده بقول لحضراتكم الأهلي فرط في القمة مرتين لكن فرط فيها غصبا عنه لكن لما عاد الأهلي الروح حتى روح لعبة منتخب مصر أو روح لعبة اللي كانت بتتابع وتشاهد لعبة منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا اللي كنا حرصين أن البعثة كلها تشوفها وتتفرج عليها كان شعور حزين جدا بخروج المنتخب لكن الرباعي الأهلاوي أعتقد أنه أدى بشكل محترم جدا مش بس الرباعي الأهلاوي رباء كل لعبة منتخب مصر بصراحة يعني أنا أكيد يعني ما فيش حاجة نحن نقدر نقولها غير أن كان فيه بعض الظروف وبعض المشاكل اللي هنتكلم عليها لكن أنا مش محب دايما نتكلم بشكل سلبي على خلاص حادث مر وخلص بعض السلبيات هتكلم عليها وبعض المشاكل الفنية اللي كانت موجودة لكن لعبة منتخب مصر أكيد كلنا عندنا يعني يقيم من جوانا أن هم ما تخزلوش أبدا لكن بعض الأمور الخاصة بالمعايير الفنية الاختيارات الفنية والقيادة الفنية داخل الملعب وخارج الملعب أعتقد أن هاي دي لأثرت على منتخب مصر كنا نتمنى أن منتخب مصر يوصل لأبعد مدى ممكن في البطولة لكن هو دحال كرة القدم لعبة دولية ووصولها كان شيء مهم جدا كابتن شناوي أيمن أشرف وليد سليمان وأيضا مرام محسن كان وجودهم مهم جدا جدا ولقالي أو نادي القالي كان حريص على أن يكون الجرعات الخاصة باللعب الدولية تكون جرعات مع حسين عبدالدايم في معظمها في الجيم علشان ما يخدوش حمل تدريبي عالي وبالتالي يحصل لهم بعض الإصابات أو بعض الإجاد في العضل الخاص بهم كمان نتكلم على اللقاءات الودية وبنتكلم على تشكيل المباريات اللي أهلي لعب بيها الأهلي كان عنده بعض يعني بعض اللعيبة اللي لعبت في غير مركزها وأنا أعتقد أن من أهم المكاسب وجود بسم علي في مركز الظهير الأيصر اللي عمرنا ما تفرجنا عليه في مركز الظهير الأيصر لكن شارك ولعب بالتبادل مع علي معلول عارفين أن الأهلي عنده اتنين لعيبة ناحية الشمال غير علي معلول عنده حسين السيد لكن حسين السيد مش هيكون موجود الموسم الحالي بسبب رجوعه من الاحتراف في الدوري السعودي وأيضا كانت إصابة محمود وحيد واللي بالتالي نزل بعض الشيء في التدريبات الجماعية لكن عودته بعض الإجهاد والإصابة البسيطة جدا وبالتالي كان صعب أن يتم يعني تجهيزه في لقاء من اللقاءات الودية عشان كده بقول لحضراتكم أن أهم المكاسب باسم علي وبوجود باسم علي في مركز الظاهير العيسان نادي الأهلي لعب ثلاث لقاءات اللقاء الأول أمام فريس مارت سوكر أو سوكر سمارت الاسباني لعب بتشكيل متوازن وعند من الواضح أن مرسو مارتن لسراتي كان عايز أنه هو يعني يجرب ويتطمن على بعض العناص اللعب بعد لطف في حراسة المرمة أحمد فتحي محمد نجيب رامي الربيعة علي معلول عمر السلية وحمد فتحي وخط الوسط الهجوم صالح جمعة حسين الشحات رمضان صبحي وفي الهجوم وليد أزارو ده بالنسبة للتشكيل للمباراة الأولى المباراة الأولى زي ما حضراتكم شايفين بنتابعها وبنشوفها ونشوف بعض الأهداف وبعض الملخصات اللي حضراتكم يعني اللي ما تبعش يتابع بشكل رائع جدا طيب عايزة أروح لنقطة مهمة جدا بعد ما انتابع الماتشات وأقول لحضراتكم على تشكيلة الأهل أبان فري نيوبورت كاونتي طبعا وليد أزارو زي ما حضراتكم شايفين بصراحة وليد أزارو وغيره من بصراحة بصراحة الواحد لما أقرب من اللعيبة في العشرة أيام اللي احنا كنا موجودين فيهم بصراحة حاجة حاجة تفرح حاجة تشرف لعيبة الناد الأهل اللعيبة عندها سولوكيات اللعيبة عندها أخلاقيات اللعيبة بتاعف تتعامل مع بعضها البعض لعيبة بتحترم الفنلة اللي لبساها لعيبة بتحترم مدربها لعيبة بتحترم جهازها الفني والإداري لعيبة محترفة بالفكر الأوروبي اللي احنا بنسمع به عارفين إن وقت التدريب وقت التدريب عارفين إن وقت الأكل هو وقت أكل عارفين إن وقت المتشاط وقت المتشاط عارفين إن وقت الترفيه وإن اللعب يكون عنده ساعة يرفع بيه عن نفسه باللعب بعض الألعاب زي تينس الطاولة، زي البلاي ستيشن، كل ده موجود لكن في الحدود للجهاز الفني والإداني محددها لهم فرج على ماتشاط أفريقيا وإن هم يقفوا جنب زميلهم وجنب منتخب بلاد علي معلول المنتخب التونسي أعتقد أن دي حاجة محترمة جدا وحاجة يعني تشرف لكل جمهور الأهلاوي عشان كده بقول لحضراتكم دايما بحاول إن أنا أقرب حضراتكم من المعسكر بالمناسبة لأطاقة اللي حضراتكم شايفينها العجلة اللي كان موجود في الأوتال هو متاح لكل النزلاء اللي موجودين في الأوتال اللي حابب يروح من التدريب من الأوتال اللي ملعب التدريب بالعجلة كل ده متاح المسافة تقريبا بالعربية مش هتكمل دقيقة دقيقة أو نص وبالعجلة أعتقد أن هي من ديئتين لتلاتة لكن كان حريص جدا الجهاز الفني الكابتن يوسف الكابتن سامي أمصان والجهاز الإداري إنهم في بعض الأوقات يعملوا بعض الرياضات اللي تكون موجودة ويستخدموا العجل علشان ينتقلوا من الأوتال للملعب التدريب لكن زي ما بقول لحضراتكم جزء مهم جدا حابب أننا نتكلم عليه جزء الترفيه علشان لقيت بعض الكلام إن لعبة الناد الأهلي عندهم جزء ترفيه بيلعبوا بعض اللاعب زي تنس الطاولة بيلعبوا بلاي ستيشن بقول لحضراتكم ده أمر عادي جدا في لعب كرة القدم وده لا يمكن يدي واحد في المية أبدا شيء من إن لعب ممكن لها تحمل مسئولية وإن لعب مش مركز في الماتش اللي جاي يعني خلينا حضراتكم نتفق على إن منتخب الكاميرون ونجيري لما بيكونوا نزيل ملعب بنشوف بقى الأغاني وبنشوف بقى الشكل اللي طبعا بيقدموا بينافسهم كل منتخب ليه سيستم بتاعه وكل فريق ليه طريقة التفكير بتاعته ومش بقول لحضراتكم نحن نعمل كده لكن لعبة الناد الأهلي في معسكة طويل عشر أيام نفيش حاجة بيعملوها غير تدريب صباحي تدريب مسائي الوجبات اللي في النص بطولة أفريقيا وبعض الألعاب زي التنس الطاولة أو زي البلاي ستيشن علشان كجزء ترفيه علشان اللعب ما يوصلش لمرحلة إزايها عايز أقول لحضراتكم إن الجزء الترفيه ده ليه هدف والهدف منه إنه هو يقرب اللعيبة بينها وبين بعض إن اللعيبة دايما يبقى فيه تواصل ما بينهم بشكل دائم 24 ساعة اللعيبة متواصلة إلا في جزء حتى في جزء إنهم كل اتنين بيكونوا موجودين في غرفة واحدة بيناموا في غرفة واحدة فده بيحصل ما بينهم كلام بيحصل ما بينهم يعني ترابط وتقارب في وجهات النظر وبالتالي أنا شايفه من وجهة نظري هو معسكر ناجح بكل المقاييس عندي كاوليس كتير قوي يعني عايز أتكلم معاكم وعندي أخبار كتيرة جدا عايز أولى لحضراتكم عشان بعدها أستقبل الكابتن أسام حسني عشان نتكلم بقى بصفة لاعب دولي سابق ولاعب النادي الأهلي واحد من نجوم النادي الأهلي هيتكلم معنا على المعسكرات واختلاف الأجيال وهل معسكر الأهلي من وجهة نظره هل شايفه إنه هو جيه في الوقت المهم إنه مثل مرة النصوات يعرف يجمع أكبر تشكيلة ممكنة أو أكبر وقت ممكن من اللعبة دي يكون تحت جناح ويقدر أنه هو يساستمهم زي ما هو عايز الجزء التكتيكي الجزء الفني الكلام الكتير اللي حضراتكم عارفينه ده لكن عايز أروح شوية لبعض الأخبار معايا كم خبر عايز أتكلم عليهم قبل ما نروح للكابتن أسام كابتن سر عبد الحفيز يجتمع مع مارتن لسارتي والاجتماع ده كان اليوم قبل الميران المسائي والاجتماع كان بخصوص مباراة المقاولون العرب والأهلي اللي إن شاء الله يكون يوم الأربعة وطبيعي جدا يكون فيه بعض التجهيزات الخاصة بالمباراة سواء مع الجزء الفني أو الجزء اللي داري ترتيبات كتيرة جدا زي ما حضراتكم عارفين مطشي مهمين جدا وبالتالي لازم يكون التركيز اللي حصل في كل الأيام اللي فاتت دي كلها كوم والأيام اللي جاية دي كلها يوم تاني طيب خلاص تعالوا نقرب أكتر من تمرين النادي الأهلي ونعرف إيه اللي حصل مع الزميل العزيز مراسل قناة الأهلي شريف شعبان اللي هنتكلم معاه أكتر عن التدريب وعن الحالة النفسية والبدانية اللي لعبي النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة المقاولون العرب يوم الأربعة شريف براحب بيك طيب هنرجع تاني لشريف لكن زي ما بقول لحباراتكم ده الخبر الخاص بالكابتن سلب حفيز واجتماعه مع ميستر مارتن لصحتي الخبر الثاني الجهاز الفني وضح سبب الغيابات عن مواجهة البلاستيك عارفين أنه كان فيه بعض الغيابات عن مباراة الأهلي والبلاستيك واللي قيمت أمس واللي انتهت أربعة صفر صالح النادي الأهلي في بعض اللعيبة اللي كانوا موجودين في الجمناة زيما الخاص بالنادي الأهلي تحت إشراف فاليخاندرو مخاطط الأحمال واللي دايما ليه دور مهم جدا جدا خلال الفترة الحالية لكن تجربة البلاستيك كان اعتمادها الكل على اللعيبة الدولية اللي شاركوا ميستر مارتن لصحتي الطب من عليهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن طيب نرجع تاني لشريف شعباني اللي رجع لنا على التليفون شريف براحب بيك أهلا بيك زميل عمر تحادي إليك وتحادي الكود مشاهدي قانات الألي في كل مكان وحمد الله على السلام الله يسلمك ربنا يخليك وحشنا كتير لكن عايز أعرف منك يعني الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي بعد مباراة أمس وهل الجهاز الفني راضي عن الإطمئنان على الرباع الدولي وآخر الاستعدادات للنادي الأهلي قبل مباراة للمؤرين العرب اللي جاء إن شاء الله قلنا أقولك النهارة التمرين كان فيلسة ديسة مساء طبعا بعد المباراة الودية بالأمس بعد الفوز على فري بلاستيك بأربع ردافة مخابر لشيء يمكن مستلسارتي وباقي الجهاز قرروا أن التمرين من يوم السابت والحد والاتنين هيكون الساعة السادسة مساء ويوم الساعة هيكون التمرين صباحا وبعد التمرين هيكون في وجبة غداء والسفر إلى برج العرب لمبيت للمباراة الأهلي ومباراة العرب يوم الأربعة المقبل المستنى بإذن الله يكون الفوز حالي في النادي الأحي نعرضا كان التمرين ساعة ستة كان في اكتماع من مستلسارتي مع لاعيه الفريق طبعا مواقع جهاز الموتة حوالي خمس هي يتكلم فيها عن مباراة الأمس يتكلم فيها عن المباراة المقبلة طلبهم بتركيز طلبهم بالفوز على فري بولين العرب طلبهم بتركيز فقط في ملف المحل ينسوا منتخب مصر وينسوا كل الأحداث اللي حاولين منتخب أفريقيا ونركز فقط في مباراة بولين العرب ما يفكروش خالص في مباراة سمالة التركيز فقط في مباراة المقبلة العرب والحصول على الثلاث نقاط يلعبوا قريتهم يلعبوا القرى اللي كانوا يلعبوها في أسبانيا في معصفة الناجح اللي الكل أشاد بي يمكننا بعد التمرين كان مستلسارتي وهو الإطالات شغالة طبعا العباء اللي شاركت مبارح في مباراة البلاستيك يمكن معظمها ما شاركش التمرين لعرضه وكتفوا تمرين الخفيفة ثم الستريش فايمكن مستلسارتي أثناء الإحماءات الأعيدي طريق النادي الأهلي كان منفرج الكابت محمد يوسف والكابت الثامي أمصان في الدماء يمكن يمتدل حوالي نصف ساعي على الجانب الآخر يمكن يلعب الفريقات تابرينات وإحماءات وجانية حوارين الملعب ثم فقرات تخاصص على الجول من جميع الأجناب ثم اخترمها تأسين يمكن وقفها كذا مرة عشان يطلح الأخطاء بأول الجلسات النفسية مستمرة منعاقدة يمكن نسارتي بيمتاز فيها في طوال فترات فتراته مع النادي الأهلي كان يجلسة قبل الثامرين مع الثلية يمكن كان يجلسة مع أحمد الشيخ بعد الثامرين كان يجلسة طويلة شوية على الجانب الآخر مجير الكرة كان فيه جرستين مع إسلام محارب وأحمد علاء يمكن بعد الثامرين يمكن جلسات برضو طويلة على الجانب الآخر ركاة طريق السليمان والحراس الشناوي على لطفي مستطى شمير أحمد طريق نعار الثامرين قوية جدا يمكن بطمنها وبطمن جميعنا دلالي ظهر فيها بكل قوة حارسنا الدولي محمد الشيناوي قدم تابرينا ولا أربع ولا أقوى يمكن بيهنجاز طبعا لمباراة المقاولون العربي يمكنك النهاردة كان في قصف الخوفات فيها تمرين محمد الشيخ وأحمد الشيخ وبعد نزول الدكتور الحمد لله كمله التمرين التأهيل مستمر على جانب الآخر محمود وحيد يمكن النهاردة مشاركش نهاردة كان بيتآهل وهي محمد محمود طبعا للعب الكبير اللي اتمنى بإذن الله شفاء ونكون يرجع بسرعة نهاردة تمرين وتأهيل النهاردة وماشاء الله نمسك القشب ماشي كويس جدا في التأهيل يمكنني التكلم من شهر ونصف الشهارين بكتير جدا 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 وهي مشارك معه بعب نادي الأهل الكتفاء منذ زمين عمر الشريف طمنا على محمد محمود وحالت أنا سمعت أنه هو خلاص أرى بينزل الملعب أو بالفعل بدأ ينزل الملعب كده بينطة الكورة وهو قدامه على التلفزيون وهو قدامه على الشاشة وأنا بتكلم معاك أن محمد محمود نزل عايز طم من كل جمهور الأهلي الحالة اللي وصلها وممكن يبقى قدامه وديه علشان يلعب يعني يخش في تدريبات الكورة بشكل منتظم وفي نفس الوقت ممكن من الموسم اللي جاي هل هيكون متاح ولا لسه مش هيكون جايز نافل مية خليني أقولك أن محمد محمود يمكن مش عاوز أقول بيجري محمد محمود عاوز يرجع هو عاوز يرجع تمنية الكورة النهاردة يمكن كان في التأهيل النهاردة طبعا فيه تسلم واستلام ما شاء الله بيعطيها كويس الدريد من الكورة طبعا وعيسة جدا اللي بيجري بالكورة كويس جدا يمكن تصويب كاس تصويبها كدوات خفار من دماغه وكدوات لا لا الدنيا بالنسبة له مطمئنها نتكلم في شهر شهر ونص علي بإذن الله ونص تفع بإذن الله يكون على أقصد تقدير موجود فيه هيكون طبعا في داية الموسم نفس الموسم بادئ هيكون بإذن الله الحمد محمود يدور قوي جدا مع النادي الأهلي أطمنك وأطمن جميع النادي الأهلي محمد عاوز يرجع النهاردة قبل بكرة ولكن انجاز الطبي بيتعامل معاه بهدو لأن الولد عاوز يرجع بأي شكل بس الشكل ومؤشرات العام النهاردة بشكل من ملعب وانت بصها لها في الملعب لا لا حالته جاهدة جدا حالته بكبيرين إنه هو هيرجع بإذن الله شريف أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا تكلمت معنا في كل الأمور الخاصة بفريق الكرة وطمنتنا على لعيبة الدولية وطمنتنا كمان على حالة الفريق الأول قبل مباراة المورين العرب وكمان على حالة محمد محمود بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان كده يعني يعتبر خلاصة مع حضراتك ببعض الأخبار وبعض الكواليس لسا مكملين معاكم ومع كابتن يسام حسن اللي هيجي لنا ان شاء الله بعد الفاصل خليكم معاكم أهلا بحضراتكم من جديد والجزء التاني من ملعب الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن المعسكر وده الجزء الأهم هنتكلم مع واحد من كابتن النادي الأهلي ومنتخد مصر هنتكلم معه في ذكرياته والاستفادة اللي ممكن لعب كرة القدم يستفدها من خلال تواجده في معسكر لمدة عشرة أيام وكمان في بلد تقصها وجواها أعتقد أن هم زي مصر تماما شرفني ومنورني كابتن النادي الأهلي ولعب منتخد مصر الدولي الكابتن كابتن أسامة حسنة كابتن أسامة برحب بيك إزاي كابتن عمر أبراك يا كابتن تمام الحمد لله منورة كابتن بنا خليك أنت لمنورة قناة الأهلي حبيب يا كابتن أسامة أخبر حردك تمام زي الفولي يعني خلاص أفلنا صفحة أمم أفريقيا وهنركز في الدوري المباراة مهمة جدا للنادي الأهلي يوم الأربع إن شاء الله أمام نادي المقاون العرب الجزء الأهم يا كابتن أسامة هو معسكر النادي الأهلي في أسبانيا إزاي ممكن تحكينا وتحكي الجمهور الأهلي مدى الاستفادة اللي ممكن لعب كرة القدم يستفيدها من خلال تبا وجوده في معسكر لمدة عشر أيام عندوش حاجة غير التدريب ثم التدريب ثم المطشوات اللي وديه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أهم فترة في بداية الموسم هي فترة الإعداد دايما للعيب الكور دي اللي بتبني عليها موسم كامل بيكون فيه ضغط المباريات فيه أجندة دولية للعب بروح فيها منتخبات فيها مطشوات قوية على مدار الموسم النادي الأهلي بيشارك في بطولات كتير بيشارك في دوري بيشارك في كاس في سوبر مصري بيشارك في بطولات في مطشوات أفريقيا فأنت عشان تقدر تشتغل على مدار موسم كامل في كم المباريات الكتير دي لازم تبني ولازم البناء صح البناء بيعتمد على فترة الإعداد وإحنا كنا بنلعب مع النادي الأهلي كان دايما لنا فترة إعداد برغم تلحم المواسم كنا دايما المواسم متلحمة في بعض عدد الراحات أو فترة الراحة تبقوا ليلة لكن كنا بنقدر نحسم الدوري بدري فبنقدر نريح بدري ناس بتشتغل ناس بتريح وبنلتقد كلنا فترة الإعداد فترة الإعداد دي كنا بنعسكر معسكرات في ألمانيا كنا بنروح أسبانيا كنا بنروح النمس على ما أعتقد الهدف من فترة الإعداد أهدف كتير جدا في البداية مرت النصرتي لما دخل على النادي الأهلي كان دخل أول مباراة لي على ما أعتقد كانت مباراة بيرامتز دخل في نص المواسم ما عندوش فترة كافية إنه يقدر يتعرف على اللعيبة بشكل كبير ما قدرش يحط بصماته على الفريق طبعا اشتغل فترة بعد كده لكن فترة الإعداد تبقى مهمة جدا في البداية للمدير الفني تقدر تحط بصمتك تقدر تحط الرؤية اللي أنت عايز تحطها طريقة اللعب أسلوب اللعب تصحح الأخطاء تحط أحمالك مع الجهاز المعاون النهاردة الجهاز المعاون لما تبدأ تشتغل تحط أحمالك اللي أنت عايز تحطها دي بتفيدك على مدار الموسم في كلة الإصابات شوفنا النادي الأهلي إصابات رهيبة جدا كان السبب يعني ما قدرش أن أقول فترة لا كان هو الاندمان كان مخطط الأحمال زاد أنت ما عندكش المساحة أنك أنت تقدر تعاود اللعب على أحمال كوية يقدروا يشتغلوا عليها على مدار الموسم فالنادي الأهلي كان عنده الفرصة أن السنادي يبقى في فترة ذا أنك تحط الأحمال بتاعتك مرت نصارتي يحط الفكر بتاعهم وده أنا شفته في المباراة الودية اللي كانت الأخيرة لنادي الأهلي دي المباراة أنا شفتها كانت أمام البلاستيك كانت مبارح شفت فيه شغل برغب برضو ما قدرش أقول البلاستيك فاريه قوي لكن فيه شغل في الملعب فيه ضغط فيه استخلاص لكورة فيه تدوير كورة فيه تقدر أكبر عدد من اللعبين يشاركوا عنده رتم المباراة ففترة أداد مهمة جدا الحاجة برضو المهمة زاد النواحي الفنية هي أن اللعب على مدار الموسم بتيجي التمرين ساعتين تقعد مثلا ساعة بالتمرين ساعة بعد التمرين أربع ساعات فاللعيبة خلاص كل واحد بروح بيته أو بيشوف حياته بعد كده نهار ده في عشر تيام أنت بتقدر تجمع اللعيبة خلاص كل اتنين نايمين مع بعض في القوضة بتجمع على معاد انفطار معاد غدا معاد عشا فيه وقت ترفيه اللعيبة تقعد مع بعض اللعيبة تتكلم مع بعض المدير الفني يقدر يجتمع مع اللعيبة فانت النهار ده الترابط الأسري والاجتماعي ده مهم جدا أن يكون في المعاصر الحاجة التانية برضو النواحي التغذية احنا خلي بالك يعني احنا هنا في مصر برضو تلاقي اللعيب أكل ومش الأكل الصحي لا فوق فاطر كابتن عسامة انت كان لديك تجربة معايشة مع بارني ميونخ وكنت موجود معاهم وبارني ميونخ كفريق أول وكان قطعنا الشيئين يعني ايه يا كابتن اللي احنا بقى محتاجين عشان دي نقطة التخزية والتدريبات والمعسكرات ايه يا كابتن اللي يعني ينقصنا علشان نقرب شوية من المدارس الأوروبية الألمانية على الأقل بما ان عليك شفت وعشت وشفت نظامهم عامل ازاي بيأكلوا ازاي بيتمرانوا ازاي خلي بالك أنا يعني طبعا ناديل اهلي تربيت في ناديل اهل ومتعايش مع الناديل اهلي لما شفت شفت الناديل اهلي بيكتهدون ويوصل للأندية دي لا وبالعكس يعني في حاجات كتير تطبق في ناديل اهلي سوى في كطاع النشيئين او في الفريق الاول مكرنة بالأندية الكبيرة لكن انا شفت يعني نوعية التدريب او مش نوعية التدريب الكتال في التدريب يعني التدريب اللعب ينزل أسماء كبيرة روبين ريباري أسماء كبيرة لا كأنه ناشئ صغير في التمرين في الملعب بتلاقي الروح الكتالية عالية جدا في الملعب التدريب فيه شراسة يعني صورة مصغرة من المباراة يعني بتشوف ريباري وروبين لما شفتهم في التمرين لا فيه غل جامد جدا في التمرين مش عايز يخسر فهو ده نفس اللي بيتنقل للمباراة عايز أرجع بس لحطة المعسكر تغزية حطة تغزية مهمة جدا نهاردا أنت يعني عندك وقت كافي أنك أنت المدير الفن لما بحط برامج تدريبية ما بحطش تدريبة واحدة في اليوم لأ ده بحط التمرينتين ممكن يبقى فيه مباراة في اليوم مباراة في اليوم وممكن يكون زي ما أسير خلال فترة اللي فاتت أو اللي يام اللي فاتت ما أنت خلي بالك لازم تبقى أنت عارف كل ما بتقرب من مباراة مهمة مباراة حاسمة للنادي الأهلي وإحنا ابتدينا دلوقتي في مشوار الدوري اللي ما شاء الله قاله فترة طويلة هتلاقي فيها قويل كتير ممكن يكون فيه مباراة الهدف منها المدير الفني عايز واحد زي وليد أزاره يجيبه هدف كتير مش لازم أعمل مباراة قوي لا ممكن أعمل مباراة ومتوسطة المستوى الهدف منها اللعيبة ما تصابش اللعيبة عايز جاري كتير في المباراة مش عايز احتكاج كتير في المباراة عايز جاري كتير عايز أنفذ الجمل اللي أنا طلبتها من اللعيبة عايز معدل تهديف مثلا أسامة حسني كرة ما عنداش شوية لا عايزه في موتش سهل يجيبه جوان كتير فممكن يكون ده هدف حصلت معك يا كابتن أسامة حصلت طبعا امتى جزيه جزيه في فترة الاعداد فاكر أنا كنا في فترة الاعداد مرة وكان فيه فرقة يعني وليلة جدا حتى المباراة خلصت عشرين صفرة وحاجة كده كان في فترة الاعداد وكنا في ألمانيا كان هدف منها لسه في بداية فترة الاعداد فحتى مش صنوع اللي أنا عايزين عايز كميات جاري كتير مش عايز حد يحتفظ بالكورة عايز المباراة كلها لمسة ولعبة كأنك في تأسيمة عايز كميات جاري كتيرة عايز معدل تهديف كتير في المباراة فحتى المباراة خلصت وطاة يعني مش فاكر أنا نذكر عشرين صفرة فجاء ضرب الجزاء في الآخر فوقي الجمعة كان هو الوحيد اللي في مالها ما جابش جون في حوالي العشرين اللي قاعد كان فيه فرقة في الشوت الأول وفرقة في الشوت الثاني فكله جاب أهداف معدوا الجمعة فجاء ضرب الجزاء فدخل شوتها كان حتى الجون اللي وقياه في الدمنا كان عامزة جون 4-2-4 فالجمعة داخل شوتها فضعت فحتى ما نجزه وقتها قاعدت تاري على وقت الجمعة فبقى جو المعسكرات دايما جو مرح دايما المنشاط بقى فيها تدرج من ناحية الفنية المدير الفني يقدر يحط بصمته نواحي اجتماعية زي ما انت كنت تتكلم من اللعبة فيه وقت ترفيه الوقت ده مهم جدا إزاي رمضان صبح يقرب من عمر السليا عمر السليا من حمد فتح اللي دخل في نص الموسم إزاي قرب منهم حساب معشور دوره كقائد للفريق إزاي جمع اللعبة واحد إزاي حسين الشحات ما كانش عنده فترة تجانس مع الفريق دخل ما شاء الله قد مستويات كويسة جدا حصل ضروب شواء بدأ يطلع تاني فالنهاردة دي فترة مهمة جدا إزاي يبقى فيه تجمع اللعب وعلى وقتنا كمان طب الكابتن حساب معشور حدك اتكلمت وقلت يعني حساب معشور واحد من اللعبة المهمة جدا في النادي القليل وكان قاعد بالمناسبة مع رمضان صبحي في الغرفة كان فيه يعني تشالنج كبير أو ما بينهم في التنس الطاول لكن كابتن حساب معشور كان ليه حديث مهم جدا تعال نشوف ونسمع جزء منه ونرجع نكمل مع الكابتن حساب معشور ونعرف تعليقه على الفيديو مع الكابتن حساب معشور المعسكر الحمد لله ماشي بشكل كويس الناس والله مركزة جدا عندنا هدف حطينه قدامنا مش عايزين نفكر في حاجة غير الهدف اللي احنا عايزينه عندنا مطشين مهمين جدا فتبتدي المعسكر بمطشوات اذا كان في الكهيرة او مطشوات هنا اكيد اللي احبا كلها مركزة اللي احبا كلها على قلب رجل واحد اللي احبا كلها عايزة تاخد الدور ده ده يمكن من اهم الدوريات من اهم الدوري اللي اللي هيبقى على مر العصور طبعا على مر التاريخ بالنسبة لنا كمان بالنسبة لنا مهم جدا الدوري ده انت زي ما انت عارف يا عمبي انا 11 دوري لو خدت الدوري ده السنة ده يبقى 12 فالحمد الله يعني كابتن اسامة تعليق يا كابتن عدد اسامة عشور قال ان اسامة مهمين جدا وعجبني اوي بلغة ان هو كابتن الفريق ان احنا عندنا ماتشين مهمين ماتشين مهمين بداية الماولين العرب مقدرش افكر في الزمالك وانا لسه عندي الاول الماولين ان الرسالة جاية من كابتن الفريق ماتشين مهمين الاستعداد مهم جدا التركيز الزهني مهم جدا وبقولك التركيز الزهني خاصة ان انت جاي من فترة غياب حوالي شهر وشوية بعيدة عن المباريات الرسمية فمهم جدا التحضير الزهني وانا انا ازاي بلية هدف وعجبني اوي اللهجة بتاعت احسان معشور حاجة تانية بتكلم عن حاجة شخصية ولا اول تكلم عن حاجة عامة للفريق وهدف عام للفريق والحاجة التانية حاجة شخصية ليه هو ان حسام معشور النهاردة وبنا يكرمنا بالدوري ده هيكون الدوري رقم 12 في تاريخ حسام معشور النهاردة رقم 12 ده النهاردة حسام معشور هيتساوى ما عندها منافسة في الدوري رقم 12 فده تاريخها يحسب جدا لاعب واحد يعني ولاعب واحد طبعا فده انجاز كبير جدا حسام معشور حسام معشور من يعني كان موجود وقتنا وإحنا بنلعب الشخصات المحترمة جدا هادي جوا الملعب يقدر يلمي الفريق ما تسمع لوش اي مشكلة خالص خالص اه طبعا يعني انا شايف التصريحات مهمة جدا خاصة ازاي بقولك الفترة الجاية كل ما هتقرب على المباراة المولين او مباراة زيانك بعدها هتلاقي اخبار كتير ومضروبة ازاي بقى لقدر الم الفريق ازاي نبقى على قلب رجل واحد ازاي اللعبة يبقى فيه الشدة بقى بتاعة البداية المباراة المولين انك انت ان شاء الله يعني اه توقعي ممكن الجونة يعطل ازاي مالك اه بكرة فانت النهاردة مباراة المولين ممكن تخلص بها الدور يتحسن بها الدور تعالى نروح لتليفون مهمة جدا مع واحد حبيبك وزميلك وكابتن النادي الاهلي واحد من اللي كانوا بيمتعونا بقى بس في قلب الدفاع روح لكابتن احمد السيد لكابتن احمد برحب بيك ومعرش مصهرينك خبارك يا كابتني طبعا برحب سامو حسن طبعا أخويا وابو كابتني يا انت بسي كابتن احمد احنا نتكلم في حلقة اليوم عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا والكواليس ويعني وجود حضرك معي مهم جدا وعايز اعرف منك ذكرياتك واهمية وجود معسكر يجمع لعبي كرة القدم خاصة في النادي الاهلي قبل بداية موسم لكن الموسم ده موسم يعني موسم صعب جدا لسا الاهلي بيعسكر علشان يستعد الموسم الماضي وايضا يستعد به لموسم حالي طبعا موسم والمعسكر ده طبعا مهم جدا خصوصا ان انت بقى في الداية موسم طبعا يعني بعيدة عن عن الظروف اللي حصلت في السنة دي ان انت المعسكر وانت بتكمل دور به المهم جدا طبعا انت بتهيأ لعيبة بتاعتك لموسم الجديد بتلعب ماشيات قوية جدا برا الاجواء نفسها مختلفة تركيز اللعيبة ده برضو ما يمنعش ان يبقى فيه طبعا كان فيه كوميديا طبعا كان وسامة منهم طبعا يعني لما نصر اطرافوش انه وسامة دمه خفيف جدا بس يعني هو طب ما تحكيلنا طيب احكيلنا بالشيخ وسامة دي لك انه دمه خفيف جدا يعني وسامة مضخرة يعني طب يا كابتن ما فيش كده كابتن مواقف جامع بينك وبين الكابتن وسامة كده برا الكواليس كم مواقف كوميديا مواقف دمها خفيف في المعسكرات لا لا هو احسن مواقف هو فاكره اما كان معي الوش المرهب وكنا في جنوب افريقيا بس ده ده في ماتشوت افريقيا مش معسكر ده بس ده تحت بند المعسكرات يا تحت بندن طب ايه اللي حصل كنت نحمل بس انا انا كنت جايب معي الوش المرهب وهو كان جايب معي في الهوضة فانا بقول له انا انا قلت له سامة معي الوش فاحنا بنعمل الخطة ان احنا نخط بها الناس فانا قلت فيه بلاب كده أخش فيه وهو سامة يستقبل الناس وانا اطلع اليوم مرة واحدة وهو ما كانش شاف الوش ده لسه فاناانا استخبيت هو بقى اللي داخل مش اخد باله هو اي حاول ما دخل حيز مني هو العامد هو جت قابجلوب افريقيا اه اه اتخذ علطول اه اتخذ علطول ضفرد ناوف هو الس tara maken س chuyبني parce qu Yoon you want me to know من اخف الناس اللي عردت الكرة لكن counsels aㅏ مييقوي عليهم كل محسكر setup لو خلي بالك أحمد السيد كمان دمه خفيفه من أرجال اللعيبة كمان اللي كانت موجودة في الناد لها حبيبا طبعا أنا من الناس الفراودة والله هو عظيم بجد يعني لأنا كنت برتاح جدا في الملعب وكان من الناس اللي فعلا بيجيب جون من نص فرصة يعني فعلا كان بيطميني فعلا لا يعني من الفراودة فعلا مميزين جدا في تاريخ الناد الأهلي كابتن أحمد عايز أخد رأيك في مباراة الأهلي والمؤولين اللي جاية واستعداد الأهلي بالمعسكر اللي يخود أهم لقائم في مطولة الدوري المؤولين والزمالك تعرفون أن هم لقائم مهمين جدا جدا الناد الأهلي كان وجوده في المعسكر للتركيز علشان كمان مستر مواطن اللي صارت يبدأ يحط وجهته الفنية والتكتيكية في الملعب طبعا هو يعني الماتشين طبعا ما فهمش النقاش طبعا الناد لازم يكسب الماتشين دول طبعا اللي يبت تعمل كل مبوسعها عشان تكسب الماتشوات دي لان طبعا ده انت كنت بعيد جدا واضبط من الناد الزمالك وابقيت أول دوري فطبعا انت محتاج تركيز عالي جدا في الماتشين دول لانه ده دوري وده تحدي يعني تحدي مع الناد الزمالك بالذات ومع الفرق المنافسة ان الزمالك كان هو الأول وانت بدأت تترجع الثاني وابقيت الأول لانا شاف ده موسم استثنائي عمره ما حصل من فترة ان الفرق بنقال له الزمالك كده يبقى نقطة ونقطتين وانت بتنفس معزمات لأخر ماتش طول عمرنا كان بيبقى الفرق بتكسب الدوري قبل نهاية الموسم بسبعة ماتشوات وتمعة ماتشوات واعتقد قسامة عارف الكلام ده ان انا كنا بننهي الدوري قبل الموسم بسبعة ماتشوات اول مرة نفضل لحد النهاية كده فياني ان شاء الله اتمنى ان الناد الزمالك تركيز في الماتشين الجايين دول لان ده حاجة مهمة جدا من نسبالهم ودوري صعب جدا من نسبالهم كابتان احمد كان فيلك حد كده كان في المعسكرات دايما بتعذبه او هو بيعذبك كده دايما كده عمين زي قد طفار ولا مفيش غير موقف الوش ده اللي تتذكره في سفريات جنوب افرطه اينو كان اعطول لا اينو كان لا يعني اينو ده بجد يعني شخصية كوميديية جدا بص احنا احنا دلوقتي عرضين بص كابتان احمد بص كابتان احمد احنا عرضين دلوقتي على الشاشة موقف كاس العلم تقريبا او كاس العلم لانديها في اليابان 2006 وكان فيت يعني بقى طابل وزمر وكابتان احمد الساكن هو اللي ايه هو كان القائد قائد الاركسترا قدامنا احنا عطول كده كان عطول كده دا لا والساء الله هو اللي جيد بتاعنا دا كان يعني بيتمالس بكل حاجة يعني في الملعب تليه رجالة في رزارة اليوم كلهنا بتدمينا خفيف حتى ابو تريكة يعني الناس كلها فاكرة ابو تريكة دا يعني شيخه ما بيهذرش وافش دايسة الوسامة دا افهات ودحك سوا بقولي الافيه ودحك عليه يعني او بقولي الافيه ودحك عليه تريحكي لي اينو عملت معا ايه اينو عملت معا ايه لا لا اينو دا اينو دا اينو احسام عشور مع بعض بقى في الحوارات بينهم واسامة عارف القصص دي بقى اللي كانوا يقولونه مع بعض يعني احط البعض الثامغة في الجزم بتاعاتهم اللي مراحين بيها وحاجات كده كنا مشتغلين مع بعض شغل جاية من جي اتنين يعني والله يا كابتان احمد يعني انت كنتو جيل محترم وجيل بصراحة يعني عملتو انجازات عملتو بطولات يعني كنتو من اهم الاجيال اللي جات على تاريخ الناد الالي يا كابتان احمد يعني عايزينك بقى عايزك في حلقة معايا عشان للاسف كل ما بزبط حلقة معاك بيحصل ظرف خارج عاو earnings انا واي نسا ماجناش مع بعض كل مر ياجي والسفاجة تتغير معلش انا كنت تلحظوا يعشي كبتان احمد يعني فاهو يعني على هوا اهو لازم يا كابتان ان الحراج تطلع معي حلقة عشان اطلع منك الكواليس والاسرار ونفسي طبع اطلع مع اخي اوسامان ان اوسامان كان بيهب معايا في الوضاء اه وتقدم لن الناس المحترمة جدا خلقا ولاعدا وحد محترم جدا يعني طيب انت كابتن أحمد كنت بتنام يعني متأخر شوية كابتن أسلم كان بينام بدري شوية كنت زي بتعرفت نظام الموضوع ده مع بعض لا لا ولا أنا بينام بدري يا أصول لا أنا كنت بلعب بينام بدري يا لا يعني بينام بدري يعني من عشرة بينام؟ لا لا مش عشرة لا لا عشرة كان وقال جمعة وابتريك عشرة ينام والسجر يصحوا ويقعدوا بقى لحد المجشفة يا مرس لكن أنا لأ كنت نصر 10 واحدة كده مش منصر مثلا 6 لا لا 10 واحدة كده نام يا كابتن أحمد يعني بحكم مجال شغلك دلوقتي وانك بتتعامل مع جيل مختلف وأعمار مختلفة وصغيرة والمنتاليتي أو التفكير اختلف شوية ما بين الجيل الحالي والجيل السابق عايزة أعرف وتقول لي بما انك كابتن من كباتر النادي الأهلي ايه اللي اختلف في عقلية الجيل الحالي والجيل السابق وهل يعني العقلية ممكن تأثر على مستقام الفني داخل الملعب؟ بس أنا عمتا أنا أحب اللعب اللي عنده روح تمام هي دي الفرقة هي دي الفرقة جيل بتاعنا عن جيل بتاع دلوقتي حتى حتى في المنتخب دلوقتي والمنتخب زماني وإسامة كنا كنا نشئين لأهلي مع بعضي في إن وشامة أصغر مني بسنتين لكن على الحصول كان مستعب معنا فإحنا من صغرنا إحنا كان حتى إحنا في النشئين بنا وبنبعض في التأثمات بنا بنقتل في بعض يلا أنا عطول في أنا وشامة يخلش فيه أنا أخلش فيه وشامة مرت تصلي درعام بالمناسبة يعني حتى كان في موقف كده طريق كده كابتو خطيب زر من المستشفى بيقول لي ملعه وارك وتقول لي سام حسني قال لي يا ابن انت متأكد وكان وزرها زاد يعني كان زرها متجاوز بنتي كابتو خطيب يا ابن انت متأكد اه انا بيهش ولا بيهش بطلق اخطف بقى جاتفة لا بخلي بقى لك مصر مانون بعد مريع بقول له ابو بيسألنا انا بقى واحمد سادوا فقال لي انت كنت واكل ايه يومها قلت له واكل موز قل لي واكل موز وقسرت له بالعين فانا لأ فانا الاختلاف كانا واضح يعني احنا كنا حتى في الهتنا يعني احنا يعني لو كنا حتى في الجيل بتاعنا مثلا فرقة تنقل علينا مثلا خمس ست نهات لأ تلقينا كلنا وانا طالع من وراء عمل تاكلينجو سما بيغل وده بيضرب وما عندنا غيرة على الفرقة بحس بالوقت لا عادي الموضوع عادي يعني انت فرقة تنقل عليك فرقة السبك عادي يعني يعني كابتن احمد يعني زي ما قلت تاني واحد من اللعيبة الرجالة جدا في مركز قلب الدفاع واحد من اللعيبة اللي دايما لما كان الاهلي بقى استعيميك كنت دايما بتبقى موجودة على اكمل وجه وعصرت اجيال كتير جدا واهم من الاجيال اللي جات في تاريخ نادي الاهلي كابتن احمد خلاص حلقة اهو ازبط معك حلقة الاسبوع اللي جاية تكون موجودة يا معايا علشان نطلع منك الكاوليس والاسترار اللي مش حدش بيعرف يطلع منك غيري إن شاء الله عبير يا كابتن احمد ربنا يا خليه كابتن احمد بشكل حراك شكرا جزيلا لكابتن احمد السيد كابتن النادي الاهلي واحد من نجوم خطد الفعل اللي كانوا موجودين في فترة الجيل اهذابي مع مصر مانو الجزيلا ومع ايضا كابتن احمد حسني كمان زميله وكابتنه فيه قطاع ناشيئين والنادي الاهلي يعني اكيد ده مخفيف جدا كابتن احمد واحد من اللعب الرجالة حراك قلت كلمة مهمة جدا هو لعب راجلي لما بيبقى موجود في اي مركز بيقاد فيه لو خلي بالك اداءه في الرجولة كان التمرين زي المباراة بالزبط يعني مش في التمرين الدلع والمباراة هو نفس اسلوب لعبه في التمرين نفس اسلوب لعبه في المباراة وخالبك يا دي الروح اللي كان دايما في المعسكرات ما انت تعود عشر تيار تلاقي فيه الدحك وفيه زر وقت التمرين ووقت المباراة تلاقي الامور مختلفة وكمان كنا كلعيبة كله بيشد بعضه النعاردة لما تلاقي لعيب مثلا في التمرين بأسطر شوية لا تلاقي اللعيبة كلها بتشده معاه بحس ان احنا كلنا يعني كفريق واحد كمان الصفقات الجديدة ما كانت تدخل في بداية الموسم تلاقي اللعيب مفيش تمرين اتنين تلاقي تحس انه دخل وسط الفريق بقى له سنين وسطنا فهو دي الروح اللي كانت موجودة دايما في المعسكرات برضو واحنا بنتكلم عن اهداف المعسكر وفايد المعسكر لأهلي نهاردة انت بتدي مساحة للناس كلها تقدر تجاهز اللعبها كلها نهاردة بتعمل ممكن اربع مبرايات بتلاقي علي لطف بيشارك الشناوي ولعبت المنتخب اللي كانت بعيدة نعايز اتكلم معه لعبت المنتخب بس الاولى كابتن نعايز اعرف اهمية المباراة الودية انك تجار فيها اكتر من عنصر فرأي حرك فيها يعني انك تكمل الكلام عشان نقول منصر للعيبة الدولية نعرف رأيك فاهمية وجود اللعبة الدولية حتى لو عدد ايام اقل فرأيك فيها ايه شد نقطة مهمة جدا عشان في ناس تقول لبهمة جم تلات ايام او جم المين يعني ايه لو ساعة واحدة حتى بالزبط لبهمة جدا انك انت تغير من المود اللي انت كنت فيه صح من كاس الامم الاخفاق اللي حصل وتبدأ تخش في جو تاني النهاردة تغير يعني حتى المعسكر برا مصر في اسبانيا ترجع تاني تهزر وتدحك تخرج من جو ان الحياة يعني بتستمر ومهما حصل اخفاق خلاص بتستمر انك تنجح في حاجة تانية يعني فالنهاردة دي مهمة جدا تلاقي وليد سليمان تلاقي الشناوي ايمن اشف مراه مصر حتى لو مش هشاركوا في مباراة في معسكر اسبان لكن مجرد دخولهم خلاص يعني تكسر حالة الزعل اللي كانوا موجودين فيها طب اخدك لنقطة مهمة كابتن وسمى زي ما زي ما الدوليين كانوا موجودين ووجودهم مهم وهم كمان هيلعبوا مطشوط الدوري اللي جاية طيب بالنسبة كمان شاركوا كمان في مباراة البلاستيك الاخيرة لكن انا بكلم على المعسكر كابتن ووجود اللعيبة اللي حتى مش هتشارك مع نادل اهلي بسبب عدم قدع في القيمة زي حسنا سين السيد زي مؤمن زكريا بنتكلم كمان زي عمار حمدي فدي روحة كابتن وسمى اكيد بتجمع الكل ايد واحدة روح واحدة شعار واحد لا بديل عن الفوز ببطولة الدوري فرأيك برضو في الجزء الخاص باللعيبة الغير مقيدة ان هم يكونوا موجودين وحارسين على اداة تدريباتهم بشكل منتظم مع الفريق اول حاجة في اللعيبة المقيدة اذا انا بقولك بتتاح او بتتيح الفرصة لناس كلها انك تجاهزة لقدر انت لو بتدخل عالم ما تشين مهمين مولين والزمالك لقدر له اي اصابة فانت النهاردة بتلاقي احمد فتحي موجود باسم علم موجود محمد هاني موجود في نصر ملعب حسام عشور تلاقي السليح لاقي احمد فتحي اه صالح جوء يعني تدي فرصة للناس كلها وتجاهز للناس كلها احمد الشيخ فانهاردة انت بتقدر تجاهز كل اللعيبة عشان يكونوا على نفس المستوى حتى لو ناس مش هتبتدي معاك للمشين اللي جايب بالزبط اهم جدا انت النهاردة عندك مسم جديد بتشتغل برضو من ضمن الهدف لكن عندك هدف زي ما بقوله كصير المدى او جاي قريب وفيه هدف على المستوى البعيد مستوى البعيد تبتجاهز للمسم اللي جاي برضو من خلال فترة الاداد او من خلال المدة اللي بتتاح الفرصة لك انك تقدر تشتغل مع الناس دي وبرضو من ضمن الاهداف المهمة جدا للمعسكر زي ما بقولك الاحمال التدريبية النقطة اللي كانت سلبية السنة دي في الناد الاهلي هي كم الاصابات الكبير الموجود يعني الاصابات الركب والكلام ده ممكن تكون برضو نتيجة الاحمال لكن كان فيه اصابات عضلية كتير اصابات العضلية كتير دي تيجي نتيجة انك تلعب احمال مباراة كتير مش متعود انت على الحمل ده فانت النهار ده عندك فترة الاعداد الناس اللي بيحطوا للاحمال يقدر يحط لك حمل عالي تقدر تمرن فترتين تتمرن ثلاثة في اليوم تقدر تلعب مباراة بعد الظهر وتتمرن الصبح فتقدر تخش في احمالك كبيرة تقدر خلاص تتعود عليها وتتقلم عليها على مدار الموسم يعني كابتن اسامة انت يعني اكيد زي ما انت موجود في المجال الاعلامي لكن ايضا موجود في المجال الفني لو انت مدير فني النادي الاهلي وعندك فرصة انك تجمع لعبتك عشر ايام تعمل فيه كل الاحمال التدريبية اللي انت عايزها التاكتك اللي انت عايزه حتى الجزء الفني سواء فيه تجارب اللعيبة في اكتر من المركز زي ما بسم علي كان موجود كل انا متعودين علينا هو يبقى باكرايت لا ده موجود كمان في الباكليفت علشان عشان يبقى فيه يعني تقاسم مع علي معلول على بقية المباراة هل انت شاف ان دي من احسن الفرص اللي ممكن تجيلك في الموسم بما ان انت عندك موسم مش مستقر وعندك الاحمال زي ما حراك قلت بتشتكي منها والاصابات كتيرة جدا هل شاف ان العشرة ايام دول هو احسن فرصة هتجيلك خلال الموسم انك تعمل معسكر للعبتك تستعد بيهم لاهم مطرين في الموسم ما انت خلي بالك لو احنا رجعنا بقى الفترة اللي فاتت مرتل سلطة ما جاتلوش الفترة بزبت كتير ما انا بقولك يعني دخل هو مع النادي الاهلي كان اول مباراة برامتس دخل في العجلة دائرة حتى ما تشتق افريقيا كمان حتى ما كانش فيه انت كنت تلعب دوري تلعب كاس تلعب افريقيا تلعب بطولة عربية حتى اللعيبة لما يحصل تواقف المنتخب كان بيتاخد لعيبة منه فما عندوش الوقت انه يقدر يبقى التوليفة والتجمع كلها عنده فانهارده لقى دي فرصة زهبية جدا انه يقدر يجمع لعيبة كلها يبقى الجهاز بتاعه معاه بيقدر كمان اللعيبة اللي طلعت عاراته انضمت ليه جديدة يقدر يشتغل معاهم للموسم الجديد يكون الناس موجودة معاه فلا دي فرصة كويسة جدا انطبقا كابتون اسامي اكيد اللعيبة اللي بتبقى موجودة في الملعب 11 اللعب بس لكن اكيد لعبة الناد الاهلي بيكون عندها عقلية مختلفة في ان كل اللعيبة عايزة تلعب المدير الفني للناد الاهلي ازاي يتعامل او هالحرك شايف ان لما يكون عندك لعيب فعنده قلب وعايز يلعب وعايز يشارك وعايز يبقى موجود بشكل اساسي هل ده شيء ايجابي ولا شيء سلبي وازاي المدير الفني يعرف يتعامل معاه خلي بالك المديرين الفنيين لاجن الاجانب غير المصرين شوية المصر ممكن يرجع للاسم او يرجع ده فلان ليه تاريخ شوية فيبدأ يحطوا في الحتة دي او يعتمد عليه الاجانب دايما مبنيهم الملعب ماليش دعو بالاسم يعني انا ليه الحالة دلوقتي انت حتى لو لعيب صغير وطالع من النشئين وبتشتغل بشكل كويس وملتزم بتنفذ اللي انا عايزه النهاردة المدير الفني الاجنبي ليه اللي بيكسبه النهاردة لو انت بتنفذ اللي انا عايزه منك هتكون راكم واحد في الملعب دي ميزة بتكون موجودة في الاجانب شوية المصير ممكن في حتة العاطفة لا بحسبها حسابات تانية فدي ميزة النهاردة في فترة الاعداد ما كده حتى لو ناشئ ومتصعد فرصة انك تبدأ تحط رجلك تبدأ تسبت نفسك تاخد فرصة تستغلها بعد كده الفرصة بتزيد ممكن تلاقي نفسك بتشارك المدير المراءة الفرصة متساوية للجميع حتى لو انت لعب يعني ما بتشاركش بصفة مستمرة بدأت تشتغل بشكل كويس ويتجاهز نفسك للمسم الجديد فرصك اكبر خلال المسم الجاي وخلال المبارات الجاية فدي بتبقى ميزة عند الناس اللي جانب لها اللي جاهز في الملعب يعني يعني يا كابتن لما نلاقي مثلا في مركز الراس الحربة عندنا وليد ازارو مروام محسن عمر جماله وفي الاخر واحد بس منهم اللي هيلعب هل المدير الفني؟ صلاح محسن صلاح محسن اربع لعيبة روس حربة هل هل حالك شايف ان دي بتبقى يعني نقمة للمدير الفني الاهلاوي ولا نعمة وازاي يتعامل معاها بقى ان هو هيعتمل على لعب واحد بس وفي نفس الوقت الثلاث لعيبة التانية نازم يهيئهم نفسيا ان هما ممكن يكونوا موجودين في اي وقت واللاعب هنا يعني هو اجتهاده ممكن تجدوا فرصة كلنا شوفنا كابتن يعني مثلا ماتش الالي والزماري بتاع الكاس اربعة تلاتة ان تنزلت غيرت المعايير اللي ماتش خالص فازاي كابتن انت كمدير فني تتعامل نفسيا مع الثلاث لعيبة اللي موجودين برا ومع اللاعب اللي هيكون موجود اساسي معاك في الفريق خلي بالك يعني هي العملية مش نفسيا انت لو انت رجعت للموسم اللي فات الموسم اللي الماضي هتلاقي واليدة زاره لعب هتلاقي صلاح محسن لعب هتلاقي مروان محسن لعب من اله احنا قلنا عمر جمال عمر جمال بسبب الاصابة التلاتة لعبه ولعبه كتير نظر الموسم طويل بيحصل اصابات تلاقي واليدة زاره في الملعب قادرة بتصاب بتلاقي مروان موجود في الملعب فترة بتلاقي صلاح محسن في الملعب بتلاقي فيه مباراة بيلعبه اتنين ساعات بيلعبه تلاتة فانت النهاردة هي العملية مش يعني زعل أو حاجة نفسية لا انت النهاردة كله بيلعب بس النهاردة بقى أنا كلاعب لازم أستغل الفرصة في شكل كبير لازم يبقى أرقامي على المستوى الشخصي سواء بلعب مهاجم أو بلعب تحت تلاتة اللي ببقوا تحت المهاجم أرقامي بقى نهاردة لما بلعب كذا مباراة سجلت كم هدف صح صنعت كم هدف كنت مشارك يعني بنواحي إيجابية ديته بأرقام حتى هي لللاعب لكن يعني ان يبقى فيه في كل مركز اتنين لعيبة وثلاث لعيبة لا بالعكس ده حاجة إيجابية جدا للمدير الفني يقدر يبقى فيه جوه منافسة داخل فريق النهاردة عكس ما خلاص انت لو انت مثلا بتتكلم أحمد فتح بسا موجود في الباكرايت وخلاص سواء لوحيد لا ممكن تلاقيه فترة من الفترات لا يعني مريح شوية لكن راح تلاقيه أحمد فتح محمد هاني باسم علي التلاتة ما شاء الله على مدار الموسم اللي فات أحمد فتح موجود ما شاء الله عليه محمد هاني بيقدر من المنتهى القوة باسم علي حتى لما شارك في المباراة اللي شارك فيها بعد غياب فترة يعني امتكت كانت مباراة المصري كان هايل فيها فالنهاردة الجو المنافسة ده العكس ده حاجة إيجابية للفريق أولا ثم للمدير الفني وجاز الفني المعوني كابتن أسامة يمكن صفقة رمضان صبح وتمديد أعارض الموسم إضافي مع الناد الأهلي أعتقد أن هذا شيء إيجابي نفسيا ومعنويا مع إدارة الناد الأهلي ومع لعبته ومع الجهاز الفني هل شايف تمديد أعارض رمضان صبح كهذا التوقيت مهم لناد الأهلي قبل لقاء المؤولين والزمالك وقالهم هيفرقوا نفسيا بشكل كبير مع الناد الأهلي خلال مشواره في الدوري طبعا رمضان صبح لعب كبير تجديد الأعارة لي بيعمل لك استقرار داخل الفريق جه في نص الموسم اللي فات في ظروف صعبة والناد الأهلي بعيد الناد الأهلي قرب بشكل كبير جدا من الدوري لعب مهم كان بيظهر في مباريات مهمة ليه شخصية داخل ملعب يعني ليه شخصية داخل ملعب عنده هدوء داخل ملعب السبات الانفعالي بتاعه في المباريات الكبيرة عنده سبات انفعالي داخل المباريات ما بيخافش انه يستلم الكرة لا يمكن تلاقيه ممسوكه حوليه 2-3 بيروح للكرة ويستلمه تحت ضغط وليه رؤية بيشارك في صناعة الأهداف لكن أنا أتمنى على المستوى الشخصي ويعني دي نصيحة ممكن أقدمها للرمضان صبحي انه يبليء إيجابية أكبر على المرمى لو طور نفسه في الناحية دي انه دايما يبليه تركيزه الأول بعد مخرج من المباراة تعال كده اتفرج على هايلايتس اللي بتتعرض بعد المباراة بتبقى 3-4 دقايق مدى الإيجابية أو التأثير بتاعي خلي بالك طول ما انت بتلعب لازم تبقى تطور من نفسك لو هو طور في الحتة دي هيبليه شعان كبير جدا رمضان صبح في الحتة الإيجابية اللي بتبقى على المرمى حتة الأهداف لكن هو كان لعب لا لعب كبير بيعمل الفريق مع أي فريق وعمل فريق مع نادي الأهلي لما تم يعني انه رجع في يناير ليه شخصية دخل ملعب زي بقولك وهو مش غريب على نادي الأهلي يعني مترابف ناشين نادي الأهلي لعب في الفريق الأول بعد كده وراح عارة ورجع في نادي الأهلي يعني بيته يعني دقايق في المفاجأة اللي مجلس الإدارة عمالها للعب نادي الأهلي بتطوير وتغيير أرضية ملعب التتش والفريق في إسبانيا أعتقد أن يعني حاليا ملعب التتش حاجة محترمة جدا لكن بسبب تلاحم المواسم وأن التدريبات عليه بشكل كبير وأن فيه يعني كل يوم تدريب على الملعب كل يوم فالملعب تم استهلاكه بشكل كبير لكن أعتقد كالتونسما أن الأرضية الملعب التتش دلوقتي بقت بقت حاجة يعني طليق بالنادي الأهلي وطليق أيضا يعني بالأرضية اللي ممكن لعب النادي الأهلي يتمرنوا عليها بدون بقى زي ما بنسمع إصابة اللاعب النادي الأهلي بسبب أرضية أرضية التتش والكلام من هذا القبيل اللي احنا بسمع كلنا كل يوم بقى في الإعلام أو الصحافة أو 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 يعني خلي بقى في البداية عشانهم متفقين يعني مجلس دارة النادي الأهلي وخاصة كمان يعني كابتن حمود الخطيب ما بخالش عفريل أول أو كرة القدم بايش احنا شفنا في المعسكر يعني معسكر على أعلى أعلى مستوى يعني كابتن حمود فعلا يعني في لعيبة سفرت بدون ذكرى سامي مع منتخبات أو مع فرق في نفس البلد شتان الفارق ما بين معسكر الأهلي ومعسكر الفرق أو المنتخبات التانية كله ناد الأهلي دايما برا كمان بيتعامل معاملة اسم ناد الأهلي كبير يعني لما كنا بنسافر حتى ألمانيا بنسافر أسبانيا والأماكن اللي كنا بنقعد فيها وإذا نقول لك يعني ناد الأهلي وخاصة نقول لك كابتن حمود خاطب يعني 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 ما بخالش خالص على الفريق الأول بقى شيء وخاصة يعني فريق كرة القدم إحنا غير ملعب مختار التيتش اللي اللي شفنا أرضية الملعب يعني خلال فترة تواقف أكبر كمان هيبقى فيه فيه كمان استصلاح أو تصليح للأرض عن طريق دكتور محمد دكتور سراج محمد سراج محمد سراج هو يعني المختص بازا ملف كمان شفنا جاء جهزة الاستشفاء المدار الموسم طب برضو جلبة جهزة الاستشفاء كمان اللي الجهزة الطبية اللي الموجودة تاني حاجة كم من إصابات اللي الموجودة خلال موسم الفات شفنا تكوين جهاز طبي على أعلى مستوى أو مش جهاز لجنة طبية دكتور أحمد عبدالعزيز سورياسر المليجي شفنا الصفقات كمان انت النهاردة لما بتيجي تبني فريق وأنا كنت موجود في موسم الفين واربعة كان موسم الفين وثلاثة الفين واربعة وكان دي فترة صعبة في الناد الأهل انت بنيت فريق في حوالي سنتين أو ثلاث سنين فاكر أنا الفترة دي كنت موجود فيها في الناد الأهل انت النهاردة في يناير انت بتعمل فريق جديد انت عملت فريق في حوالي ثلاثين يوم ده اعجاز في كرة القادر انت بني فريق كنت في الآخر في الدور الممتاز انت النهاردة متصدر الدور الممتاز متبكي مورتين والحمد لله الأمور ما زالت في إيد لعبي أو بين أقدام لعبي النادي الأهل يعني في إيدينا للأمور فده النهاردة اعجاز في كرة القادر انت بتستكمل ما بنيته في يناير في الفترة دي انت النهاردة انت ما بنيه تجديد العر رمضان صبحي ديانج المالي لسه فيه كمان صفقات جاية في الطريق فانت النهاردة تستكمل ان شاء الله تستكمل عملية البناء فده كمان إعجاز في كرة القادر وانك كنت تبعيد خلي بالك لما حسنا مع عشور قالك ده أهم بقولة أهم بطولة هي بطولة الدور دي اتمنى الرسالة دي تكون وصل لعبي النادي الأهل النهاردة يبين بقى في البداية ان شاء الله في مباراة المولين العرب كابتون سامة أنا فيه سؤال شخص عايز أعرفه يعني هو كواليس مباراة القمة اللي احنا شهيرة أربعة ثلاثة في بطولة الكاس لما نزلت وجبها ده فين دي صراحة من أنت عن اللقاءات اللي أنا اتفرجت عليها فأنا عايز أعرف منك إزاي لعب يكون موجود على دكة البدلاء أو لعب بسلمانو الجيزية اعتمد عليه وينزل يخلص له مباراة يجب لي بطولة فده عايز أسألك علشان دي هكون مسج مهمة جدا أو رسالة مهمة جدا اللي لعب النادقالي بشكل عام إن أي لعب هيكون موجود على دكة البدلاء ممكن ينزل غير معايير المباراة بس أسأذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل مع الكابتون سامة حسني خليكم معنا أهلا مهدرككم من جديد ولسا مكملين ملعب الآلي مع الكابتن أسامة حسني اللي هيكلمنا عن كواليس مباراة القمة في بطولة الكاس الشهيرة واللي انتهت أربعة ثلاثة المباراة راحت وجدت كذا مرة لحد ما الكابتن أسامة نزل أرضية الملعب وقدر من عرضيتين يجيب هدفين ويقتنس للنادي الآلي فوز مهمة جدا على نادي الزمان واقتناص بطولة قال لكاس كابتن أسامة عايز أعرف منك بقى الكواليس أنت ما كنتش بدأ المباراة صح كده طيب كان إحساسك الدخلي إيه وده كان شيء مهم جدا هل كنت زعلان ولا كنت محضر نفسك إنك لو نزلت إن شاء الله جيب جون ولا مستمان الجزئي كان نجهيزك الكواليس اللي مقلتاش قبل كده بقى كابتن أسامة لا هي بس يعني عشان ما نروحش المباراة ما أنا هقولي التحضير لما تيجي في مباراة زمالك قام حاجة التحضير الزهمي زين حتى لو أنت مش بتشارك مباراة بتشارك وقت وليل أو بتشارك شوت أو بتبتدي مباراة مهم التركيز المباراة الكبيرة دي محتاجة دايما تركيز اللي أخطأ فيها سلام ما خفتش يا كابتن أسامة ما خفتش كورة بتلاعب العرض إنك مثلا تغبط في الجون لا صراحة خليبك برضو أبو تريكا حطيتها زي نقوله بمعلامة لا أنا خفتن كانت صعبة أبو كابت صعبة جدا أبو تريكا في الكرة دي حطيتها بمعلامة هو مشي بالكرة أنا كنت وقفل أول بظهر أول ما بدأت آف بجنبي آف بجنبي هو عارف أنا عايزها فأني مكان وخليبك دي كانت ميزة عند أبو تريكا بس ضيب أه لا أنا قبل الهدف ده في الهدف الأولاني أنا كنت لأول وقف بجنبي أول ما أبو تريكا بدأ ييجي جاي 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 بالكرة بدأت لعدل نفسي وقف بجنبي رح هو حطيتها من فوق أحمد حسين بص حطيتها أنا بالجنب هو عارف دلوقتي أنا عايزها فأني مكان وأنا وقف بجنبي فحطى لي قدامي ودي ميزة طبعا عند أبو تريكا في الحاجات البينية دي يعني كان بولك لأربع عيون طيب يا كابتن جزيه تكلم معك قبل المباراة قال لك أنك ممكن تاخد شوية ولكن جزيه مش مع العيبة اللي موجودين وكان عارف أن كل اللعبة هيكون موجودة هيقدل عليه هو جزيه كان دايما النقطة اللي بتكلمنا فيها دايما الجمهور جمهور نادي الأهلي لازم نقاتل عشان جمهور نادي الأهلي أي بطولة بتدخلها حتى لو لسه محابة بطولة النهاردة ودخل بطولة بكرة أو بعدها بساعة أنت بتقاتل عشان جمهور نادي الأهلي فدايما كان هو هدفنا دايما إزاي تسعد جمهور نادي الأهلي الجمهور هتلاقي فيه الممكن فقير مش لاقي يأكل كل همه في الدنيا إزاي شوف نادي الأهلي كسبان عشان هو ده يعني الانبساط بتاعه أو دي ساعدته فهو ده كان دايما هدف بصلنا إزاي تسعد جمهور نادي الأهلي فكنا كل المباراة بتلعبها إزاي تكسب عشان تسجونها ده الحاجة التانية وإنت تكسب إزاي تقدم كرة حلوة النهاردة اللي جاي يدفع تسكرة وجاي وجاي تعبان وراكب مواصلات وجاي الأستاذ إزاي أنت بتمتاعك إنك على مصرح بتقدم له كرة حلوة أو بتقدم له مشهد كويس يستمتع به فهو كان دايما حريص مكسب الأداء ممكن نقول دي من أفضل لقاءتك اللي لعبتها في تاريخك في الناد الأهلي ده أكتر مباراة قريبة لقلبك وتعزها جدا بما إنك جبت بطولة غالة للناد الأهلي ولا عندك مباراة تانية ممكن تكون أقرب لك هي دايما يعني مباراة الأهلي زمالك هي دايما اللي بتبقى معلمة مع الناس طيب عشان ما نروحش في عيد كابتل أسامة الأهلي والمقولين العرب مش أتكلم على أهلي زمالك علشان قاتل زي ما حرك قلت ها دي الأهم وهي دي مباراة إن شاء الله البطولة فنيا شايف المباراة إزاي هل الناد الأهلي هيبدأ بنفس التكتك اللي بيبدأ به هل ممكن الأسماء تكون معروفة بالنسبة للجمهور الناد الأهلي ولا ممكن نلاقي بعض التغييرات ممكن نلاقي بعض الأسماء اللي ما كانتش بتشارك الفترة اللي فاتت ولا رأي حراكين وطبعا في البداية يعني انت داخل كفتين والتسويتين لأهلي والمقولين الفريتين بيبتدوا من الصف يعني انت مش ماشط دوري وعندك الرتم العالي أو المؤولين عند الرتم العالي لا انت الفريتين راجعين من غياب حوالي شهر ونص فترة اعداد الفريتين عاملوا فترة اعداد على ما أعتقد برضو المؤولين برغم عدم أهمية المباراة ليه خلاص هو بتاعد عن المركز الرابع وضام المركز الخامس على ما أعتقد لكن المباراة هتبقى بطولة خاصة للمؤولين المفروض الدوافع عند لعيب النادي الأهلي أكبر النهاردة في نهاية المشوار المور بيدك تقدر تحسم انت اللقب بيدك فمفروض الدوافع أكبر عند لعيب النادي الأهلي لكن مباراة مش هتكون سهلة خالص هتكون مباراة صعبة أتمنى اللعبة يعني من بداية المباراة تحسمها ويدخلوا في جو المباراة بدري بدري انت النهاردة يعني صعب انك تكون بعيد وتقدر تدخل في المباراة من أول 15 دا ومن 10 دا أتمنى الوقت ما يسرقش لعيب النادي الأهلي لأ تحاول تدخل في جو المباراة بدري خاصة انك انت بعيد عن بداية المباراة التشكيل على ما اعتقد يعني انت النهاردة المدير فن هو أضرب اللعيبة وأضرب فترة الإعداد اللعيبة اللي جاهزة ما شاء الله كل اللعيبة شاركة فترة الإعداد ما فيش إصابات عندك عندك كل البداية الموجودة تحديدك أتمنى ان شاء الله تكون موفق في أفضل توليفة وافضل تشكيلة يبدأ بها ان شاء الله موراة المولين يعني هستألك سؤال كده خاص بالتحكيم هل يعني متفائل خير في اللقاءين اللي جايين تحكمين أتمنى للدوري مصر كله مش الأهلي بس بس نتكلم لكل الناس عشان يكون في يعني عدل نتكلم بالأخص لكن عمتا على كل الفرق اللي موجودة لا خلانا نتكلم عن الموجيتين هم الموجيتين بما إن هم موجودين أتمنى يعني ألا يتدخل أحد الأشخاص في تعيين حكام ما بعينهم يعني احنا دلوقتي احنا دلوقتي كابتن عزب حجاج وكابتن وجيه أحمد هم المسؤولين عن لجنة الحكام كابتن وجيه وكابتن عزب هم المسؤولين عن لجنة الحكام بعد استقالة كابتن عصام عبدالفتاح من تحاد كرة القدم وبالتالي استقال أيضا من رئيسة لجنة التحكيم ما أنا بقول لك باختصار وفي كلمة واحدة أتمنى ألا يؤثر بدون ذكر اسمه أحد الأشخاص في هذه الكرة على لجنة التحكيم وتعين حكام بأسماءهم يعني وإحنا شفنا قبل كده في المناسبات أحد الأشخاص عين حكام مصرين بعد ما أحد لديها كانت طال بين حكام أجانب هو عين حكام مصرين أتمنى في المنشيين اللي جايين ما يكونش ليه تأثير على التحكيم ما يكونش ليه تأثير على التحكيم إن إحنا شفنا على مدار موسم طويل شفنا يعني حاجات كانت يعني صعبة صعبة بالنسبة تقييمك للموسم الحالي من الحكام المصري والأجنبي رأيك في إيه والله بص يعني أنا لما شفت في موراة أفريقيا لسه برضو التحكيم الأفريقي لسه بيعاني برضو لسه مش مش على لسه ما فيش الاحترافية برضو ما زال في التحكيم الأفريقي وإحنا لسه برضو ما زلنا التحكيم المصري هو جزء من الأفريقي محتاجين يبقى فيه احترافية أكبر لكن الشيء الأهم إن إحنا حكامنا فيهم نزاهة محدش يقدر يتكلم عن كده نشهد لهم بالنزاهة كلهم لكن عايزين نطور بقى من مستوى التحكيم بشكل أفضل عايزين إن التحكيم أنصر مهم جدا في اللعبة لا يقل أهمية عن اللعيبة لا يقل أهمية عن تطوير الاستداد لا يقل أهمية عن أنك بتستجلب دلوقتي لعيبة بأسعار كبيرة عشان تطور المنتج بتاعك فجزء مهم وجزء أساسي من اللعبة التحكيم النهاردة إنتما ما بترتقي بالتحكيم بتقدر تشوف في مباريات تستمتع بعدها الحكام فجزء مهم اللجنة السواء هي اللي هتبقى موجودة دلوقتي كابتن وجيه أحمد أو هيتم تعيين لجنة تانية أتمنى يعني يكون فيه اهتمام أكبر بمستحقات التحكيم بملابس التحكيم بالأداء الفني وتدريبة للحكام رأيك في أداء الحكام المصريين في بطولة أفريقيا بمعنى حراك قلت حكامنا حكام نظيفة حكام نازيها حكام أعتقد أن هم يعني حكام ممكن يكون من الضغط اللي بيتم توليده في بعض وسائل إعلام وبعض الأندية ممكن ده اللي بيأثر على مستوى من بعض الشيء لكن لما حراك شفت مستوى الحكام في بطولة أفريقيا حكام المصريين هل شايف أنه مستوىهم يعني أفضل من الحكام الأفريقيا عندنا طبعا حكام محدش يقدر يقول ما عندناش لا عندنا حكام وعندنا حكام على مستوى عندنا حكام بنشوفهم في المحافل الكبيرة زي أنا بقول لك هي منظومة كاملة لا أقدرش أن أنا أهتم النهاردة بأن أنا بجيب مديرين فانين أجانب على أعلى مستوى بجيب لعبة أجانب دلت وبدأت فتحت عملية الاحتراف وأنسى جانب هو يعني أنا شايف هو الأهم في المنظومة هو التحكيم النهاردة مهم جدا عايز أطور أكتر أدخل الفار وساعد الحكام لازم الحكام برضو تأخذ مستحقتها ورياحها فالنهاردة دي كلها منظومة كاملة لازم اتحاد الكرة القادم لازم يهتم بهذه الأمور بعد ما شفنا طبعا فترة مع التحكيم خاصة كمان أن التحكيم المصري يعني ما كانش واخد حقه خلال الموسم اللي فات شفنا حكام بتتظلم شفنا حكام تسب شفنا حكام بتتشتم على الهوى وكمان كان اتحاد الكرة ولجنة التحكيم ما بتدفعش عنهم فلا لازم الحكام المصري زي ما احنا بنقول نازيه لازم يلاقي الدفاع عنه في الوقت اللي محتاج تتدفع عنه محتاج انك دايما تطور مستوى الحاكم زي ما انت بتطور مستوى اللاعب زي ما انت بتطور مستوى المدير الفني ومدربين لازم مهم جدا انك تطور مستوى الحاكم كابتون سامن تلعبت مع جيلبيرت وفلافي وشفت مدى تعلق الشعب المصري وجمهور النادل الاهلي بالاخص بالاتنين لعيبة دول كان ليهم مكانة خاصة عند جمهور الاهلي عن النادل الاهلي وجي محترفين كتير جدا بعديهم لكن اوصل في 2019 لاعب او 2018 لاعب تنسي اسمه علي معلول علي معلول مش راس حربة ومش اقولك لاعب مهاجن بيجيب هدف لكنه مدافع بيلعب ظهير ايصر فجينا كلنا ان جمهور الاهلي بيحبوا بشكل رهيب جدا بسبب مستوى بسبب انه بيجيب هدف مؤثرة مع النادل الاهلي وبالتالي مش شفناش الحب اللي كان موجود من ايام فلافيو وجلبرتو تسع سنين الا لما جيه علي معلول اول حاجة عايز اعرف من حضرتك رأيك في علي معلول رأيك لما استبعد او لما تم استبعاده من منتخب تونس وشفنا تعاطف جمهور الاهلي كله مع كامل الاحترام لجمهور تونس تعاطف معاه اكتر من الجمهور التونسي ده بيدل على ايه اه ده بيدل يعني جمهور النادل الاهلي لما بتحب لاعب بتوقف جنبه وقت الشدة وقت المحنة بتاعه مش هنسميها محنة انه هو تم استبعاده من منتخب تونس لكن كانت امنية لعلي معلول نكون موجود في كاس الامة الافريقية طبعاك علي معلول من اهم اللعبة الاجانب اللي جم برضو في تاريخ النادل الاهلي طبعا على المستوى السلوكي ما شاء الله ما شفناهوش خلال فترة لعبة كلها بيعمل مشكلة مع مدير فني مع زميله حتى مع الفرق المنافسة مدى التزامه ده في الملعب من نواحي الفنية يعني لو اتكلمنا على باكات لفت اللي جم في تاريخ النادل الاهلي يعني هنقول بعد الكابتر ربيع سيد على فكرة كنت بعد هزر معاه هقوله احسن تاني احسن باك لفت في مصر بعد ربيع سيد الكابتر ربيع سيد لا فعلا ولاعب مؤسر جدا طبعا الحاجة المهمة كمان انه هو عنده شخصية داخل ملعب اللعيب اللي بيقع في النادل الاهلي مش مهم انه هو يكون فنيا كويس بس لا لازم يكون عندك شخصية انك انت في وقت من الوقات ببفيه ظروف صعبة داخل المباراة من اللي يتحمل المسئولية من اللي بي عنده شخصية دي ظهرت او برزت بشكل اكبر المسن ده في الوقت الصعب وقت النادل الاهلي ما بيكون متعادل او مغلوب وفضل عشر دقايق ولا خمس دقايق ببان بانت في مباراة التحدي السكندري حرس الحدود في السواني اجلاء كانت مباراة الجيش الجيش كانت طلاعي الجيش كانت في ملعب حرس الحدود ايوا كانت ملعب المكسا كانت مباراة الاتحدي السكندري في السواني الاخيرة برضه في كمان في الفرص او الاهداف اللي بيصنعها علي معلول من سواء من كرات سابتة خارج التمنتاشر او كرات عرضية فلا علي معلول من اللعبة الموسرة جدا خلي بالك فرق بشكل كبير جدا مع منتخب تونس طبعا منتخب تونس كان معرفش اي خطورة من ناحية الشمال قال انجريس معرفش ازاي استابد علي معلول يعني او من اللي وزه او قاله استابد علي معلول لا علي معلول بان فايدته مع منتخب تونس في الاداء اللي احنا شوفان منتخب منتخب تونس وصل المرابل النهاية لكن لم يقدم الكرة الحلوة يعني اول الاداء المقنع علي معلول كان من ضمن لأسفلين ان تونس ما تقدمش الاداء المقنع انه هو كان مفتاح لعب هجومي جدا يقدر يصنع هداف وليت يطور من نفسه بشكل كبير انه يصنع هداف كمان ان جمهير النادي الاهلي توقف جنبه فده كمان يعني مرضو عنده نفسيا بشكل كبير جدا عوضوا نفسيا شوية لما لا جمهير النادي الاهلي وقف جنبه بتأذروا الناس كلها بتسندوا فده كمان يعني حبه تعالقه بالنادي الاهلي زاد كابتون السامة انا عارف انك عندك كتير جدا للمنتخب وانا قلتلك ان احنا هنتكلم على منتخب مصر بعد ما نخلص النادي الاهلي بس قبل ما نروح لملف منتخب مصر يعني تقول ايه الجمهور النادي الاهلي قبل المحطشين المهمين اللي جايين سواء مبارات الماولين او مبارات الزمالك وشايف ازاي لعبة النادي الاهلي تقدر تحسم اللقب الهام جدا في هذا الموسم الصعب الجمهور واللعيب الجمهور في البداية اتمنى يكون المبارات الماولين بجماهير خلاص يعني بعد كاس امام الافريقية بعد اذا شفنا المشهد وشفنا الجماهير لازم يكون في جماهير في المبارات المتبقية من عمر الدور رسالتي للعيبة الحمد لله ما زالت الامور بايد لعب النادي الاهلي نهاردة لقدر الامور شميدة كانت الامور تبقى صعبة ان انا عايزة اكسب واستنى نتاج الاخرى لا ما زالت الامور بايد او باقدام لعب النادي الاهلي مشوار السنة كله في مبارات المقاولين في البداية سوى مبارات الزمالك ما قدرش افكر في مبارات الزمالك دواتي وانا لسه الاول عندي مبارات المقاولين مهمة جدا وبالعكس انا شايفها كمان من مبارات الصعبة خاصة البداية وفري المقاولين عنده جاس فن محترم بكتابة تعمد النحاس عنده لعيبة مميزة فهتكون مبارات صعبة اتمنى ان شاء الله ان اللعيبة تكتهد تكون مركزة تكون على قدر المسئولية لكنت النهاردة زي نحسام عشور قال ده هيكون من اهم بطولات النادي الاهلي هو بطولة الدوري السنة طيف يا كابتن اسامة نخش على ملف منتخب مصر كده احنا افلع مع حضاراتكم ملف النادي الاهلي وكواليس المعسكر والكلام الخاص بمعسكر النادي الاهلي لنادي الاهلي في المباراة وان شاء الله تكون مباراة الحسن لبطولة التوري المصري المنتاز طبعا المنافس ونادي الزمالك عنده لقائين مهمين جدا قبل لقاء الاهلي والزمالك لقاء منهم يكون بكرا ان شاء الله امام نادي الجونة كابتن اسامة بطولة الامم الافريقية انا عارف انك عندك كلام كتير جدا جدا لكن عايز تبدأ منين هل تبدأ من التنظيم ومنتخب مصر ولا نبدأ من النهاية وفوز الجزائر لبطولة افريقيا انا عارف ان يكون فيه بعض التصريحات ما عجبتكش وبعض المشاهد ما عجبتش الكابتن اسامة حسني اللي حابب ان هو يعلق عليها فتحب نبدأ منين نبدأ من التنظيم ودور مصر والدولة المحترمة من اربع شهور بس عارف التنظم وتبدأ في ملاعب وبنية تحتية وطبعا استقبال الوفود والفرق والمنتخبات ولا تبدأ من النهاية والتصريحات الغريبة اللي بدأنا نسمعها خلينا فتحبا لما نبتدي في ملف الزادان نبتدي من الإيجابيات ودور مصر الكبير حلو في مشهد كبير النهاردة لما بتنظم بطولة او بيتم اختيار دولة لتنظيم بطولة سواء كس عالم او امم افريقيا فبيتم الاختيار من سنوات قبلها سنين حلو نياقع عليك الاختيار تبدأ تنظم نفسك تعمل ترتيباتك بزنية موجودة تقدر تشتغل النهاردة تشتغل 23 شهر كبتون اختيار ما بالزبط يعني بعد ما البطولة بتنتهي الدولة بتستلم روية عشان تشتغل 23 شهر عشان تجاهز للحدث لكن مصر عملت ده فاربع شهور فاربع شهور مصر انقذت الاتحاد الافريقي وقارت افريقيا انها تنظم بطولة امم افريقيا دي وجهة للعالم كلها النهاردة يعني عايز اشكر كل المسؤولين كل الشباب اللي تعبوا فعلا كل الناس اللي تطوعت في هذا الحدث انك انت في خلال اربع شهور تنجز هذا الانجاز في اربع شهور انت ما عملتش حاجة زي ما بقوله سلق كده وخلاص يعني وبتنقذ بقى الموقف لا ده انت عملت افضل بطولة نظمت خلال كل امم افريقيا على مدار السنين ما شاء الله ملاعب على اعلى مستوى انا كنت في فرنسا وكنت بتفرج على مباراة الجزائر ومباراة كودفور مع بعض الجزائرين كنت بتفرج هناك على المباراة كنت باسمع تعليقات الجزائرين والعرب على شكل الملاعب المصرية وهي موجودة على الاخراج على الابداع الناس كانت مبهورة باللي نظمته مصر في تنظيم ومفرقيا احنا ما نروحش بي ده هكونا في الجابون من سنتين وشفنا التنظيم وشفنا الملاعب لا انت النهاردة مصر عملت حدث كبير جدا نرجع وراء في بداية حفل القرعة واختيار منطقة الاهرامات والتنظيم الوفود اللي جات وحفل القرعة والأساطير الأساطير اللي كانوا موجودين حفل الافتتاح والتنظيم الحضور الجماهيري الكبير في مباراة مصر كنت اتمنى يكون نفس الحضور في المباراة الأخرى لكن برضو الشكل العام أو الشكل المجمل كان شكل مميز الحاجة التانية المهمة برضو وانت بتشتغل على الملاعب انت بتشتغل على كل الجوانب المحيطة في الملاعب كل الشوارع اللي حوالين الملاعب تيسير سهولة الحركة والانتقال للملعب الركانات بتاعة الملعب موضوع تذكرتي لتعامل الفان اي دي ازاي اتدخل بياناتك ازاي يبقى عندك الاي دي عشان تقدر يبقى التذكر بتاعتك اتمنى الكلام ده يفعل بقى يعني احنا لما بنعمل حاجة بنعمل حاجة حلوة جدا بس ازاي نستغلها فيما بعد ده المهم ده المهم ازاي اننا بقى قدام الحدث دوت ما يبقىش حدث اننا نجحت حاجة عملتها طفرة وخلاص وقفلت الموضوع لا ده ازاي اطور بقى وهاجف في عملية التطوير بعد كده زي ما بقولك لازم نوجه الشكر لشباب يعني اشتغلت بمتهى الاخلاص بدون مقابل في محافظة السويس الملاعب اللي كانت موجودة في المحافظات اسماعالية في القاهرة في الاسكندرية ملاعب الشباب ان دايما عشان تنجح لازم بقى عندك تقاتل الجبارة المتولدة دي اللي عندهم الحركة والحماس فكان عنصر مهم جدا عشان ننجح البطولة هو عنصر الشباب واتمنى استغلال الشباب واستغلال افكار الشباب بعد كده بعد البطولة ازاي يعني ممكن استغل الشباب ده في تطوير حاجات كتير ممكن في وزارة الصحة في وزارة النقل في حاجات كتير جدا ان دايما عشان تنجح لازم تستغل تقاتل الشباب زي ما بقولك كان عندك فنادق مهيئة عندك ملاع مهيئة عندك طرق مهيئة عندك بنية تحتية تستقبل بها بعد كده مش كاس أول انت ممكن تستقبل بها كاس عالم مش هولا كاس عالم كبار بس ألاليو بقى عندك كاس عالم ناشئين كاس عالم شباب عندك كمان في مطولة جاية في شهر 11 كاس الأمم الأفريقية لتحت 23 سنة المنتخب الأولمبي ده هتنظمها مصر إن شاء الله المؤهلة إلى أولمبيات توكيو 2020 فانهاردة ده حدث كبير برضه يكون موجود في مصر في شهر 11 خلاص قريني انت جاهز جاهز بالأفكار جاهز بالشباب جاهز بالبنية التحتية بالفنادق بكل حاجة لحدث كبير أيضا فانت خلاص انت مستعد بشكل كبير فلا يعني فيه تنظيم رائع فيه مجهود رائعة عمل من كل المسؤولين في الدولة وخاصة كمان أنا بوجه الشكر للشباب انك عشان دايما تنجح لازم يكون عندك شباب هو اللي بحرك كل حاجة قلت الإيجابيات السلبيات عايز تبدأ منين هل فيه سلبيات شايفها من وجه نظر الكابلين أسامة حسني خاصة بالبطولة وبعد كده نتكلم في فنيات ولا سلبيات اللي هي علاقة بمستويات فنية داخل البطولة لا هي لو عايز أتكلم على المستوى الفني بقى طيب المستوى الفني هيكون ده تحليل بقى الخبراء في الاتحاد الأفريقي هل البطولة بعد كده تكون بعد انتهاء المسلم القرى والفرق وفي الدوريات انك انت النهاردة من ناحية الفنية لما اجا قيم البطولة كناحية فنية لا هي من ناحية الفنية وليلة يعني مباريات وليلة بسبب وجود 24 منتخبة كابتل أسانو ممكن يكون ده سبب لأسبب عشان كده بقولك لازم الخبراء البطولة ما تعديش مرور الكرام لازم الخبراء في التحدي الأفريقي لازم بفيه دراسة يعني كافية وشاملة لتحليل البطولة هل البطولة النهاردة تكون بعد انتهاء الموسم الكاروي للعيبة عشان يبقى اللعيبة كلها موجودة بشكل كبير وانتهاء الدوريات هل ده هيدخل اللعيبة في إجهاد ان انا بقولك زي بقولك وحنا بنتابع البطولة انت النهاردة عدد قليل من المقشاط اللي فيها إصارة وفيها قوة بس برضو مش بنفس إصارة وقوة البطولة لما كانت هي خاصي بسبب 24 منتخب ده مفيش إثارة كابتن قبل كده كانوا 16 منتخب وكان في إثارة جامدة جدا فممكن يكون وجود 14 منتخب هم عايزين يدوا فرص أكبر لمنتخبات أكثر فقارة أفريق لكن في نفس الوقت كابتن أسامة ده بيقتر المتع بعض الشي علشان كده اللي بيحصل في كاس العالم علشان كده بالنسبة لنا الشامبينز ليج هي أمتع بطولة موجودة في العالم فيها كورقة صح ولا رأيك إيه؟ لا صح مظبوط علشان كده بقولك النهاردة لازم بفيه دراسة فنية بقى الخبراء للانتحاد الأفريقي زي حل البطول هل البطولة ممكن أجربها مرة تانية وتكون في بعد انتهاء موسي مكرر في شهر ستة وأجرب أشوف هل السلبيات دي هتظهر برضو بنفس المستوى الفني ولا أرجع للبطولة تاني في يناير يكون اللعيبة في نص موسي مكرر مكونش اللعيبة أجهدت نحن شوفنا دلوقتي لما محمد صلاح خد وقت راحة وشوفنا اللعيبة جاية مجهدة ما عنداش وقت راحة كافي بدأت تدخل ما عندهتها بعد البطولة فدي حاجات محتاجة تحليل لحاجات تانية برضو ما عجبتنيش في البطولة يعني ابتدت بشكل كويس لكن يعني ما انتهيتش في شكل كويس برغم وجود الفار كان التحكيم التحكيم ظهر بشكل كويس في البدايات كانت الأخطاء والسلبيات وليلة جدا برغم في الأول ما كانش الفار موجود بعد وجود الفار بدأت السلبيات تظهر بشكل أكبر فالنهار ده برضو التحكيم لأفريقيا محتاج ناكن تتطور فيه ومحتاج شغل كبير فيه ظهرت عيوب كبيرة جدا في دوري أبطال أفريقيا شوفنا في مبارات مهمة جدا ومبارات حسيمة الناد الأهلي شوفنا التحكيم فأنت محتاج برضو تشتغل على التحكيم ومحتاج تطور في لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي ممكن واحد يجي يقول كابتن أسامة من المحللين في الاتحاد الأفريقي إن كاس العالم بيكون بعد انتهاء الموسم كوب أمريكا بيكون بعد انتهاء الموسم وكاس الأمم الأوروبية بيكون بعد انتهاء الموسم فأمر طبيعي إن أمم أفريقيا يكون بعد انتهاء الموسم يا كابتن أسامة بس انت كاس أمم أفريقيا بتلعبها كل سنتين كاس العالم كل أربع سنين أنا بسألك علشان تجاوبني علشان خاطر لما حد يسأل جاهزين بالإجابة كبس عشان كده بقولك انت النهاردة كاس أمم متلعبت السنة دي دي تجربة جديدة انك تلعبها في نهاية الموسم خلي بالك لها إيجابيات برضو إيجابيات انك انت كل اللعيبة بتجمعها من كل الدوريات دوري إنجليزي وأسباني وفرنسي وبرتغالي كل الدوريات انتهت اللعيبة كلها موجودة في المحفل لأفريقيا الساعات لما بتلعبها في يناير انت في رطباطات قندية فانت في لعيبة متلاقش موجودة فبرضو دي من ضمن السلبيات فانت عشان تقدر تقام الموضوع ممكن تستمر البطولة مرة أخرى في شهر ستة تقدر بقى تقيم الموضوع بشكل أكبر طلع سلبيات طلع إيجابيات وتشوف ماذا نجاح البطولة هل تستمر بعد انتهاء الموسم من الكروي ولا ترجع تاني في يناير كابتن رسامة برأيك في المستوى الفني بقى نروح للمستوى الفني المنتخب مصر أكيد مش راضي عن أداء منتخب مصر الفني من قبل البطولة واختيارات اللعيبة وحتى أثناء البطولة وخرجنا المهين أمام جنوب أفريقيا في دور الستاشر أمام فريق يعتبر مش من الفرق المرشحة أصلا النهاية تكون موجودة في دور التمانية لكن القدر يشاء انك تخرج في دور الستاشر على ملعب القصة كمهورة بهدف مقابل شيء بعد أداء باهد في ثلاث مباريات في دور المجموعات وأيضا أداء باهد في دور الستاشر رأيك الفني سريعا في منتخب مصر وتقدر تقول إيه عليه منتخب مصر كان يعني لو رجعنا من الأول كانت الاختيارات كل الناس علاقة على اختيارات اللعيبة كان فيه لعيبة تستحق من ضمام لمتخب مصر لم تنضم وكلمنا وقلنا السولية لازم ينضم رمضان ضنصبح لازم ينضم طهربة عبدالله جمعة لازم ينضم فيه لعيبة تستحق إنها تكون موجودة في منتخب مصر لكن لما يجري اختار اللعيبة قلنا خلاص يعني واجب على كل الناس إنها تساند منتخب مصر في هذه الفترة بدل تتمي الاختيار ده لكن قلنا يعني نورنا الطريق كده وقلنا فيه حاجة غلط في بداية الاختيار ظهر كلام الناس بعد كده إن الاختيار زي ما الناس قالت إن الاختيار فيه غلط النهاردة لما كنت بتعمل تغييرات مع منتخب مصر التغييرات ما كنتش بتشيل الفريق إنتا النهاردة أول مباراة قدام زنبابوي بعد كده الكونغو بعكا وغندا كنت بتبدأ المباراة فالتغييرات شو دي التاني تبدأ تغير مفروض تشيل الفريق فإنتا النهاردة كان الكيرف كان بينزل فيبينزل عندك اختيار في الاختيارات غلط ثاني حاجة لما شفنا منتخب الجزائر منتخب الجزائر أمام تنزاليا لعب فريق بديل كسب 3-0 وأدى مباراة قوية والناس بدأت تعلق لأن عندهم فريق تاني غير الفريق الأول فإذا دي اختيارات مدرب عندك رؤية إزاي أنت بدوم 23 لعب على نفس المستوى اختيارات مصر ما كانتش على نفس المستوى فدي كانت في البداية لما بدأنا ننتقد أجيري ونشوف في الملعب كان الناس تنتقد كوبر زمان وتقول قص كوبر دفاعي الطريقة ما ينفعش مع منتخب مصر منتخب مصر بيلعب بشكل هجومي فبدأنا نقول نتوسم في أجيري وأنه يلعب بشكل هجومي ويبالينا يعني شكل داخل الملعب ما شفناهش ده برضو في كاس الأمة شفنا المباراة بنكسب بأداء هزيل بنكسب مكسب للجماهير بدأت الناس برضو يعني لا يعني في حاجة غلط حتى مع خروج متخب مصر الناس ما كانتش زعلانة خلي بالك من النقطة ده يا عمر الناس ما كانتش زعلانة الناس كانت متوقعة من الأول متوقعة من الاختيارات اللي كان فيه لعيبة تستحق الانضمام وكان برضو متوقعة من الأداء اللي احنا شايفينه كان يطلع المسؤولين يقول طب احنا بنكسب خلاص عايزين ايه يعني عايزين أداء ولا عايزين ما كسب لأ انت الأداء ببقى يعني الأداء زي نقوله ايه هو طريقة طريقة انت ماشي في الطريق الصح ولا ماشي في طريق الغلط فانت النهاردة لأ احنا كنا بنكسب بأداء غير مقنع النواحي البدنية فرقت معنا جدا النهاردة ممكن تكون قليل داخل ملعب لكن النواحي البدنية وكمية الجري برضو ما ظهرتش اللعيبة تنتخب مصر انت جاي من موسم قاروي يعني مطحون لعيب الأهلي لعيب الزمالك المحترفين كل الناس الموجودة في الملعب لعيبة مش قادرة كان بيظهر كمان عليك في الشرط التاني نواحي البدنية كنت بتلاقي الفرق في متخب زنبابوي كنت بتشوف الفرق في متخب أغندق وظهر الفرق بشكل كبير في ممارات جنوب أفريقيا لما بدأوا يقفلوا بشكل كبير وبدأت تظهر بقى السرعات في الشرط التاني عندهم فبدأ يظهر الفرق كابتون أسامة شايف ان أداء المنتخبات العربية في المطولة الأفريقية منتخب المغرب منتخب تونس منتخب الجزائر هل كان أداء يعني أكيد ممكن يكون أفضل من منتخب مصر لكن شايف ان أداء المنتخبات العربية كان أداء مميز أداء قوي استحقوا الوصول إلى المكانة اللي وصلوا لها ولا منتخب المغرب حصلت مفاجأة بإقصاءه من منتخب منين ولا المشاكل اللي حصلت قبل البداية مع منتخب المغرب كانت هي السبب منتخب الجزائر هل حضر كويس أو يعرف يستفيد من أخطاءه يعرف يجاهز فرقين زي ما عليك قلت هل منتخب تونس بقيدة ألان جريس والتذابز والخطط اللي كان موجود بالشراك وتلات حراس مرمى واستبعد عليه معلول منتخبات العربية ممكن تقول لي توقيمك الفني لها إيه بعد النهاية لو قلنا منتخب مصر ومنتخب تونس لتنين متشابين في نفس المستوى لكن الحظ أكثر مع المتخب تونس لكن التوفيق ساعد منتخب تونس أنت النهار ده منتخب تونس عشان يوصل لها بالنهاية مكسبش غير مباراة واحدة على ما أعتقد كانت مضغاشكر هي دي المباراة الوحيدة اللي فازوا فيها لكن مستوى تونس هو نفس مستوى مصر من الأداء الفني بالعكس مستوى تونس كمان كان أقل المدير الفني كان فيه تغيير كتير في التشكيلة كل مباراة بيلعب بعناصر مختلفة عن مباراة أولاد كان فيه تغيير في حراسة المارمى منتخب مصر كان فيه استقرار لكن على المستوى الفني الاتنين تشبهها في نفس المستوى منتخب المغرب كان أفضل من منتخب مصر وتونس كان بقدم كرة حلوة كان عنده مدير فني ليه طريقة أو ليه أسلوب لكن العوامل الخارجية هي الأصارية عن المتخب المغرب ما قبل البطولة المشاكل ما بين اللعيبة اللامة بتاعت اللعيبة وده يعلمنا إن الكرة مش ملعب بس مش حداشر بس صح مش تسعين ديها بس لا أنت النهار ده ترابط وإحنا كنا بنتكلم على معسكر النادي الأهلي وإزاي أنت بتعمل ترابط ويبقى فيه الأسرية وفيه النواحي الاجتماعي دي مهمة جدا العلاقات دي أهم كمان من الملع بتسعين ديها تلما بفيه ترابط عندك لعيبة بتحب بعض لبفيه تماسك ده بيعود عليك في الملع في الملع ده ما ظهرش بالشكل الكبير في منتخب المغرب فهو ده كان سبب كبير من ضمن أسباب خروج المغرب بهذا الشكل أمام منتخب بنيد رغم من كل التوقعات لما بنتكلم بنقول لا منتخب المغرب يعني هيوصل للدرقة بالنهاية منتخب الجزائر منتخب الجزائر قدم بطولة كبيرة قدم بطولة كبيرة من النواحي الكتلية دي ظهر من أول مباراة لعبها منتخب الجزائر لو رجعنا وقلنا الثلاثة وعشرين لعب اللي تم اختيارهم اختيارهم صح ظهر كمان لما حداشر لعب لعبه حداشر تنين لعبه واتغيره نفس الأداء نفس المستوى فأنت النهاردة الاختيارات من البداية صحيح الروح الكتلية وهأعلم على الروح الكتلية الروح الكتلية الروح الكتلية ظهرت بشكل كبير ظهرت في المباراة النهائية رغم دي أسوأ مباراة لمتخب الجزائر من الاداء الفني جمال بالعمري بالعمري وشه بيتفتح بيكمل المباراة دي روح الكتلية وإصرار من اللعيبة جمال بالماضي لازم أشيط بيه على المستوى الفني أدى بطولة كبيرة عنده كتيبة من النجوم قدر يسيطر عليها بالرغم دي كان من ضمن أسباب اللي الناس انتقدت عليها متخب الجزائر في الأول إزاي مدرب شاب 43 سنة يقدر يسيطر على يعني كتيبة كبيرة من النجوم تلعب في أكبر عن ديها في العالم لا ده ظهر شخصيته في الملع لكن ما عجبنيش جمال بالماضي في تصريحاته هو مدرب لا يجد التصريحات وما بيعرفش يصرح كمان النهاردة لما يبقى عندك مدرب كسبان البطولة وفي مصر جزائريين الأشقاء بيعاملوا في مصر أفضل معاملة من كل المصريين المصريين كمان مش أقول لك كلهم النسبة الأكبر بيأزروا منتخب الجزائر وكانوا بيتمنوا إن منتخب الجزائر يفوز باللقب ويطلع هو بالتصريحات دي فده للأسف يعني مدرب لا يجد التصريحات ما بيعرفش يتكلم النهاردة لما يطلع يصرح مبارح يقول أنا عم احتاجها هو الأول كان السؤال هل انت شفت مدى تعاطف أو مدى تشجيع أو مدى حب من الجمهور المصري تجاه المنتخب الجزائري خلال المباراة النهاية ضد منتخب السنغال ردوا قال إيه يا كابتور السنغة بقى قالك محتاجة أروح دكتور عيون عشان أشوف يعني ده أشوفه مضبوط يعني عشان أشوف نظري اللي أنا شفته ده حيوة ولا مش حياش أشان هو قصده يعني إن منتخب مصر محدش أو محدش من جمهور مصر شجع منتخب الجزائر لا أنا يعني ممكن أنصحه نصيحة بدل ما يروح لدكتور عيون يروح الأول لمدارس لغة عربية يعلموا اللغة العربية هي أصل العرب ده الأسهل بدل ما يروح لدكتور عيونه يشوف بعينه فهو هيسمع هو مدارب يعني بقول لكم ما بتكلمش عربي فمش هيفة من لغة العربية ومشاعر الناس ولغة الناس العرب أو المصريين اللي كانت وصل للجزائر الجزائر في مصر قبلوا أو استقبلوا أفضل استقبال مصريين كلهم كانوا بيأذروا الشعب الجزائري يعني أبين أو لم نقبة الوحدة العربية تفضل موجودة ما بين مصر ما بين تونس ما بين الجزائر ما بين المغرب كمان حتى موريتانيا اللي كانت موجودة وكانت ضيف شرف في البطولة وكنا سعداء كمان إن فريق عربي زي موريتانيا يكون موجود وحتى يخرج بالشكل اللائج ده كنا سعداء كلنا فإحنا كل الوحدة العربية موجودة يعني مش هيغيرها تصريح مدرب غير مسؤول بالمرة أنا أعتبر تصريح جميل بالماضي هو غير مسؤول وهو لا يجد التصريحات بالمرة كابتنة السلامة لو قلت لك الدروس المستفادة من بطولة الأمم الأفريقية وخروج منتخذ مصر ويعني الأداء السيء اللي احنا وصلنا له ممكن تقول لي إيه أول حاجة من ناحية التنظيمية ما تدارش طايع الحدث ده من ناحية التنظيمية عايزين نسبة بقى النهاردة إن اللي حصل ده مش طفرة النهاردة لو الموضوع حصل وانتهى ورجعنا يعني للأمور لزي ما كان تدار في الكرة المصرية فانت نهاردة كل اللي حصل ده يعتبر طفل لأ أنا إزاي أستفيد من هذا الحدث الكبير اللي أبهر العالم أول حاجة عندي ملاعب على أعلى مستوى النهاردة لازم يكون مباراة الدور الممتاز الملاعب على نفس المباراة على نفس الملاعب النهاردة عندي الدور الممتاز ده سلعة سلعة النهاردة لو أنا بسواها هستند بمليار لا ده أنا ممكن أسواها بشكل تاني باثنين وثلاثة واربعة مليار النهاردة لازم الملاعب زي ما إحنا شفنا مصر وعندنا الملاعب وعندنا البنية لأستطيع الملاعب لازم أقدر أستغل الملاعب عندنا دخول الجماهير النهاردة هي بغير مقبول بالمرة إن أنا النهاردة بشوف دخول جماهير في كأس الأمم الأفريقية من كل أفريقيا مصر وتونس والجزار والمغرب والسنغال وكل دول أفريقيا والنهاردة أرجع تاني أقول لا يعني ما فيش جماهير لا النهاردة لازم يكون موجود جماهير عندك قاعدة بيانات كبيرة عندك موجود الفان آي دي عندك تسكرتي تقدر تسوق بقى وكل نادي يقدر يسوق كنت بقعرف من ضمن الأخبار أحد لندية الإنجليزية مش متذكر منشستر أو يونايتد أو تشيلسي بقول لك بيع التذاكر بتاعته على مدار الموسم بحوالي 200 مليون دولار رقم كبير جدا بصرح كل الأندية الجماهير بتبيع سيزن تيكت لا إذا أنت على مدار الموسم النهاردة إحصائية الرقم بحق أرباح على مدار الموسم إذا أنت دخل كبير جدا بحاول الأندية النهاردة من الفلوس أنت بتقدر تدفعها فإزاي أوفر بقى للأندية إن أنا أقدر يعني أبيع تذاكري يبالي عائد بقى من مباريات مش عايزين ما نشوف بقى ألف وآلفين وثلاثة خلاص دي كانت مرحلة عادت الفترة جاية عايزين نقدر نستغل الموضوع ده ده من الملاعب عندك من موضوع تذكرتي عندك من موضوع الشباب الشباب اللي كله حماس وكله كوة وكله أفكار كمان يعني متطلعة للحاجات الجديدة النهاردة إزاي أستغل الشباب الموجود اللي كان متطوع في السويس متطوع في القاهرة في السكندرية في السماعيلية في الأحداث الرياضية وكمان مش قولك في الأحداث الرياضية إزاي ما تبناش فكرة عامة مثلا حاجة تبع الصحة حاجة تبع النقل حاجة تبع السياحة واشتغل عليها لمدة سنة واستغل الشباب ده وطلع التقاط كلها والأفكار الموجودة دي كابتان وثمال الوقت بيجري بسرعة جدا أنا عايز أسأل حراك سؤال ممكن يكون الأخي لكن أنا عايز أعرف حراك فيه من ضمن الإيجابيات اللي حدثت في بطولة أمم أفريقيا انتقال محمود حسن تريزيجي اللي إن شاء الله يتم تأكيده اللي نادي أسطن فيلا الإنجليزي وأخيرا محمود حسن تريزيجي هيكون موجود في دوري يليق بإمكانياته يليق بخدراته هل شايف أن دي من ضمن الإيجابيات اللي حدثت في بطولة أمم أفريقيا وقال شايف عمود حسن تريزيجي هيؤدي في الدورة الإنجليز ويستطيع أنه هو يعني العالم كله يشاهد إمكانياته الحقيقية بعد ما تم اختياره أو تم تعاقب معه في دورة بلجيك مع أندر لغت أو سواء في الدورة التركية تريزيجي من عمل بطولة هيلة جدا رغم فروج منتخب مصر لكن قدم أربع نورات من مستوى عالي جدا وبالمناسبة هو ما كانش كمان متقلق في كاس الأمم لا ده في مشوار في كاس العالم تصفيات كاس العالم تصفيات أمم أفريقيا فهو قد يقدم مستوى هيل محمود حسن تريزيجي كمان ماشي في الدورة التركية في شكل كويس فعلى معتقد دي من أكبر الإيجابيات أنه ينتقل لدورة أقوى من الدورة التركية والدورة الإنجليزية وده يعود كمان على منتخب مصر خلال فترة جاء إن شاء الله هل إخفاق منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ممكن يأثر على محمد صلاح عنده لقائي مهمية جدا لقاء الدرع الخيرية أو السوبر الإنجليزي ليه السوبر الإنجليزي علشان خاطر منتشلسل أخذ كل البطولات وبالتالي لما البطل البطل الدوري والكاس ياخد البطلتين بلعب وصيف الدوري وعنده أيضا السوبر الأوروبي ضد نادي تشلسي حمل لقب كاس الأتحاد الأوروبي هل ممكن ده يأثر عليه؟ يعني أنا أعتقد دلوقتي محمد صلاح نكمل خبرات اللي عنده يعني لو فيه إخفاق ما يأثرش عليه لازم يتجاوزه بسرعة عشان يقدر يواصل مسيرة النجاح بتاعته وهو يعني مر كمان خرج من دوري أبطال أوروبا مش الموسم ده الموسم اللي فات قدر يشتغل أكتر دلوقتي هدف الدوري الإنجليزي وصيف الدوري الإنجليزي خد دوري أبطال أوروبا السنة دي تاني فإن شاء الله يعني لسه محمد صلاح صغير ما حققش بطولة أفريقيا مع متخب مصر كتا عرضنا لسه عنده فرص كبيرة إنه حقق ألقاب كتيرة فعلى ما أعتقد دي يعني حاجة مش هتأثر على إن شاء الله كاتل أسامة السنة بتعطي بيك على مدار ساعة ونص تعبتك وصهرتك وتكلمنا بأضايا كتير مهمة لكن وجود حضرتك معاك كان شيء مهم جدا نحن نوضح للجمهور على هلاوي مدى أهمية المعسكر ووجود واحد من الكباتن والكوادر اللي موجودة في النادي الأهلي ده كان شيء محترم جدا علشان يتكلم معهم فنيا ونفسيا وودع تأثير المعسكر على القائم مهمين جدا وكلام مؤيدا على منتخب مصر والمطولة مشكورك ومعليش دايما ما اعتقد لك معاك كابتن أسامة بأنت حبيبي عمر وبسعد لما أكون موجود معاك وكل التوفيين إن شاء الله لعبناد له شكورك كابتن أسامة حسني نجم مصر ونجم النادي ألالي كنا مع حضراتكم من خلال ملعب الأهلي وتسليط الضوء على معسكر النادي ألالي في أسبانيا والحمد لله البعثة يعني عادة تسالمة غنمة آخر الاستعدادات كانت لقاء البلاستيك وفوزه على البلاستيك النادي الأهلي أربع عذاب مقابل لشيء والإطمئنام على الدولي نشوفكم بكرة إن شاء الله في حالة جديدة من حلقات ملعب الأهلي تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة